المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن يستطاع إليه سبيلا طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقنا راح تكون حلقة مفتوحة لكل الأصدقاء اللي بيحبوا يشاركوا الموضوع راح يكون العهدة العمرية بدنا نتناقش فيها وندردش فيها طبعا لحد هلا الأصدقاء ما حدا مبين أنا بتمنى منكم تشاركونا أصدقائي وحطيت اللينك بالشات فاللي بده يشارك أهلا وسهلا فيه يعني تشاركونا وتدخلوا معنا على الهانكاوت وتشاركونا المناقشة في العهدة العمرية على كل لين أنا بدي أبدأ بقراءة العهدة العمرية ونشوف شو هي العهدة العمرية حتى نتناقش فيها طبعا كتاب ابن قيم الجوزية عن عبد الرحمن بن غنم يقول كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا في حول ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلايا ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خربا يعني شوفوا العنصرية الحلوة الساعة الجاين عليهم ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليالي يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابته من الإسلام إن أرادوا وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالس إذا أرادت جلوس يعني إذا المسلم الأفندي أرادت جلوس لازم طبعا خلينا بس نكمل القراءة وأن يقوموا لهم من مجالس من أرادت جلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من ملابسهم ولا يتكنوا بكيناهم ولا يكبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيث مكانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ولا يجاور المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا زمة لهم وقد حل المسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق وشهد على هذا طبعا كان معاوية ابن أبو سفيان وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في عم أضيف خلينا نرحب فيه بالبداية ممكن بس تعرفنا على حضرتك أهلا بيك أنا اسمي أحمد أنا من مصر ويسعدني أن أشترك معاك أنت سامعني حضرتك؟ أهلا وسهلا أحمد أنا اشتركت مع حضرتك في الحلقة اللي فاتت برضو بسؤالين كده سريع لكن كان نفسي أتكلم في الموضوع الثالث لو تسمح لي أكيد أكيد هو يعني له علاقة بالموضوع النهاردة برضو كان مبارح كان فيه أحد المشاركين كان سأل أو أعتقد كان الأستاذ اللي كان بيدافع عن الإسلام كان سألك ليه أنت زعلان من الناس المسلمين وليه أنت بتحاول أنك تتغير رأيهم أو أنك أنت تتغير فكرهم وتخليهم يلحدوا عن الإسلام وما إلى آخر ذلك الحقيقة يعني معظم الناس العقلاء يعني في الدنيا ويقدروا يحسوا بالمشكلة الحقيقية في وجود فكر ومعتقد مثل الإسلام أو مثل المسيحية أو مثل الديانة اليهودية في عقول ملايين بل بليون وشوية من سكان العالم لأن إذا كان هذا الفكر خاطئ فمجرد أنه هو خاطئ في حد ذاته هو سبب ممتاز لكثير من الناس اللي هما شايفينه بهذا المنظر أنهم يحاولوا أنهم يظهروا لبقية الناس أنهم بيعتقدوا معتقد خاطئ أو بيعتقدوا في شيء ما هواش صحيح ده كفاية قوي ولكن كمان غير كده إذا كان هذا الفكر بيدعو إلى أشياء في منتهى البشاعة مثل مثلا يعني طبعا مش الحصر يعني ولكن من الأمثال اللي تيجي للزهن الإنسان مثلا جواز الفتيات في سن صغير جدا وده اللي حصل في مصر أيام الإخوان كانوا جل همهم أن هما يحاولوا أن هما يغيروا كانوا طبعا ما هوسين كلهم بالجنس جل همهم أن هما يحاولوا أن هما يغيروا القانون وفعلا نجحوا في تغيير القانون كان السن الجواز كان 18 سنة نزلوه أعتقد لأربعتاشر أو 12 سنة في مصر وطبعا أي بنت عمرها 12 أو 14 سنة دي طفلة يعني أي من أدم يشتهي طفلة في العمر ده أنا أعتقد أنه إنسان مريد يعني ولكن هما كمان عايزين ينزلوه لسن 9 سنين طيب يعني معنى كده أنا أنا لو عايش في بلد وبيع عندي بنت أنت عاوز تغير القانون بحيث أن أنت تخلي واحد مثلا عنده 50 سنة يجيلي البيت يخبط على الباب ويقول أنه عايز أتجوز البنت دي أنا بتاني لو حد عمل كده أنا ممكن يعني من كتر الغضب أنا معرفش ممكن أغلط بأعمل إيه يعني ولكن دي حاجة من ضمن الحاجات أنت عاوز مثلا تقطع إيد السارق فأنا مثلا عايش في المجتمع أنت بتقول أنت عايز تطبق فيه الشريعة ما ينفعش إن أنا أفضل ساكت لو أنا مش موافقة على هذا الكلام فإحنا بنهاجمش الإسلام أو بنهاجمش المسلمين نحن بنهاجم معتقدات أنا في رأيي إنها معتقدات مدمرة وحصل بالفعل إحنا شفناها بتدمر شعوب وبتدمر كولتشرز تراث لدول كثيرة أنت مثلا بتعتقد مثلا في هدم الأصنام طيب ما أنت حتجي لي مثلا في مصر ويقول لي مثلا عايز أدمر بقى تمسال رمسيس اللي في الميدان أو عايز مثلا نروح بقى على لقصر ودمر بقى كل الأسهار دي والحاجات دي ما ينفعش إن الواحد يبقى يعني يتجاهل هذا الكم من التعصب والغباء ويعني يجي الناس تقول لك طبعا أنت زعلان ليه ما أحنا أولا وطبيعي زي ما أنت قلت مرد مبارح إحنا مش زعلانين ولا حاجة إنتم اللي زعلانين مننا إنتم اللي زعلانين إن إحنا موجودين بالعكس اللي عايزين تقتلوا الناس دي وبتهددوهم بالعنف طبعا كل هذه المظاهر للأسف الشديد هي مظاهر ضعف بتعرنا بتعرنا إحنا كلنا يعني كمسلمين وكناس من الشرق الأوسط لأن طبعا النهاردة الدنيا الناس كلها عارفين إيه اللي بيحصل وعارفين الناس بتفكر إزاي فطبعا إحنا لنا الحق إن إحنا نقول إحنا بيفكر بإيه ونحاول كمان نقنع الناس إن هما يفكروا ويبصوا لمعتقداتهم ويحاول إن هما يغيروه فدي النقطة ده أنا حبيت إن أنا أشترك بيها مبارح غير النقطة الأخيرة إن هي كانت كنت محضر شوية حاجات لأن إمرأة القيس ما قالش بس إقتربت الساعة وانشق القمر ده كتير جدا من في قصايده في كلمات متخدمة يعني مثلا في كلمة حتى صعبة جدا لنها تتكرر ما هيش مصطفة أبدا يعني في واحدة من قصايده بيقول من كل حدا بن ينسلون كلمة من كل حدا بن ينسلون دي أنا شفت مرة حلقة كبيرة لواحد من الشيوخ المسلمين بيتكلم إزاي إن كلمة ينسلون دي كلمة فيها إعجاز عظيم لأن في القرآن هي بتتكلم عن يأجوء ومجوء من كل حدا بن ينسلون فهو بيقول شوفوا ده ما عارف ما عارفين معنى الكلام ده إيه معنى الكلام ده إن الناس دي جايين بالكلونيج اللي هو ما عارفش اسمه إيه بالعربي اللي هو أنت بتاخد شخص وبتعمل منه كذا نسخة اللي هو اسمه إيه استنساخ فهو بيقول بص هو ما قالش من كل حدا بن يتناسلون لأ ده من كل حدا بن ينسلون طبعا الكلمة أساسا ينسلون يعني يعني يجيئون مش معناها إن هم بنفيدي عمية التناسل يعني لكن هو أخذها على هذا المعنى والحلقة كلها بيتكلم على إزاي إن ده إعجاز واني أبوك دي شب مهم أنا أشكرك جدا عن أنك شمحتني الفرصة إن أنا أشترك معاك وأنا يعني لي أنا بحترمكم كلكم حضرتك وأستاذ بغدادي ومعظم الناس اللي عندها شجاعة شجاعة ده بيه انهم يتكلموا ويعبروا عن رأيه احمد يعني فيه بس دقيقة وحدة عندي مشكلة هون بس احضر انا ممكن اعمل ميوت عندي عشان حلقت لو لو من عندي انا بس دي احطت الرابط اصدقائي للمرة التانية احط الرابط اللي حابب يشارك معنا اهلا وسهلا انا حطت الرابط المرة اخرى يعني بتمنى بتمنى جانو جانو تدخل معنا وبتمنى من الاصدقائي يدخلوا معنا انا اسف من حالاتك بس لازم انا تحيا في الشغل انا خدت بس 3-4 دقيقة عشان اتكلم معك اهلا وسهلا اهلا بيك وان شاء الله يكون لنا فرصانية بس في شغلة انا حبيت انوهك ان صورتك طالعة يعني لا انا مش مشكلة اه اوكي اوكي يعني انا بس حبيت انوهك اذا تحب تشاركنا يعني اهلا وسهلا فيك فيه ان شاء الله اكيد اكيد طيب شكرا على الفرصة وانا بتمنى لك كل كافية وانا بتمنى مشاركات قادمة يعني ان شاء الله شكرا سلامة اهلا بيك جانو جانو شغفتنا جانو اه تحياتي لك وليك وليك كل مستمعين طبعا هذا الطيف اول مرة يشارك بس اول مرة عنده كتير يعني ياريت كان بقى وكننا نستفيد من افكاره اه اه اصف بس اعطي صوت اليوتيوب جانو خلينا نشوف الشاكل زلمين مفتوح بس ما بعرف ليش ما بتنفتح ما بعرف شو سبب يعني انا بصراحة اعشق وجهك الصبوع يعني اعشق الصور اسلام اسلام خليم 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 على الحين لكم انا اصدقائي طبعا متل ما قالت مقاشنا رح يكون عن العهدة العمرية المجحفة بالعنصرية بحق غير المسلمين يعني نحن موضفان عن المسيحية ولا عن يعني المسيحية هي خرافة اخرى من من خرافات الإبراهيمية يعني يعني نحن لا ندافع عن مسئلة المسيحية او الصليبيين الماسونيين يعني لا اعتقد اننا ندافع ولكن بس نشوف صدر الاسلام كيف كان يعني مجحف بحق الاخرين كيف كان عنصري بحق الاخرين وطبعا اصدقائي انا بتمنى مشاركاتكم كمان تدخلوا معنا تشاركونا لانه حكم كمان تدخلوا معنا فيه ابو الحكم موجود في اليوتوب بس ما معرف ابو الحكم ما بقدر بحكي الزلمة في سجنه يعني فيه عنده مشاكل شوي المهم يعني ما بقدر بحكي الا في هالوقت هذا بالذات ممكن يعني اسبوع القادم يشاركنا اذا في كان حلقات تانية يعني بيهال يعني حوارات جماعية مثل ما بقولوا طبعا اصدقائي انا لسه عم انتظركم ارجوكم ادخلوا امبعت لكم صديقة بالفيسبوك يا ريت شوفوا رسائلكم يعني انا بتمنى تشاركونا وهي الهانجاوت حطيته مرة مرتين وهي التالتة انا راح حطوا الهانجاوت بشاركونا بلاد خجلين بالنسبة للحكمة حكمة عمولة قدر اتصل دخول اتصل يا اخي حكمة انت مفوض من المفوضية الثانية يعني اكتر شي تحكمة اقوال الامام عمر كيف تستعبدون الناس وقد ولدت امهاتهم احرارة بضحكني كتير هذا المعقولة كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا يا السلام على المفكر يعني انت كيف تقبل على نفسك انه تكون عندك سبعين من العبيد والجواري يعني كيف تقبل على نفسك وبعد ان تيجي تقول هالحاكي هذا الانفصام الشخصي اللي عندها يعني ما بيدل على اي شي تاني يعني العدالة فقط تكون للمسلمين يعني غير المسلمين ما رح يوصل لهم العدالة يعني شي عجيب انت تتيجي تحتل تحتل اراضيهم وتزبي النساهم وتقول انه انت عادل خلن عدالة في هالشي او هو العدالة عند المسلمين العدالة عند المسلمين لما تكون قاتل لما تكون مجرم في حق الاخرين غير المسلمين طبعا تكون هون يعني البطل العادل المغوار لما تعدل بين المسلمين ذات نفسهم لما تقسم الغنيمة بين المسلمين حسب كل واحد هو وطاقته يعني كم واحد قتل هاي العدالة عند المسلمين ولا اي عدالة عن اي عدالة خصوصا عمر الفاروق هذا اللي بيقولوا عنه انه كتير عادل يعني اه طبعا عادل بانه ما يبني شي بس لما يحتل مكان يحتل مدينة او مكان يأخذ الكنيسة ويغيرها من الكنيسة للمسجد طبعا الاخ حكمة عم بيقول كلام قصير اخي حكمة دخولوا كلام قصير يعني بدك عسكايب اتصل ما في مشكلة بس ادخولوا كلام قصير عندك الرابط يعني لا تطول حتى ما في مشكلة يعني طيب خلينا ناخد نقطة نقطة اخي يعني كاتب العهد العمرية بيبدأ لا يحدث في مدينتهم ولا في ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاة ولا صومعة تراهد يعني كيف كيف بتفسر هاي لازم ما يبنو فيا شيء نهائيا لازم ما يبنو لا بشيء يدل على ديانتهم انا هلا ذكرت يعني من حقي انه يغير هذا الكنيسة لمسجد بس مش من حق هذا المسيحي انه يبني كنيسة تانية ومش من حق هذا المسيحي او الغير المؤمن انه يركب الحصان لان الحصان يركبه فقط المسلمين لازم يركب حاشا السامعين الحمار او باظل هذا هو يعني ومش لازم يشيلون السيوف السيوف ممنوع انا بس انا خلينا بالنقطة الاولى بالنقطة الاولى جانوا يعني يعني اليوم هدول العرب دخلوا كانوا بصحراء الحجاز قبائل متفرقة يغزوا بعضهم وياكلوا اموال بعضهم ويسبوا بنات بعضهم جمعوا هالثقافة هيبي دين وجمعوا الجيوش وصاروا يغزوا البلاد الاخرى لما دخلوا على البلاد الاخرى صاروا يفرضوا عليهم انه كانت بلاد مسيحية طبعا موجودة الكنائس والناس تبني كنائسها فكانوا يفرضوا عليهم انه ما تبنوا الكنائس الكنائس لا تبنوها طبعا خلونا نرحب بالبداية بالاصدقاء الجدد اللي دخلوا على الخط خلينا نرحب بحكمة و زينجا 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 عارت بس تساهم ARE طب خلينا راحب بحكمة ودانيال أهلا وسهلا فيكن يا شباب أحلى شباب دخلوا على رأسي حبيبي دانيال وحكمة أخي الكبير تحياتي لكم دانيال أنطط نسأل خير لجميع الكفار ألا لعنة الله عليكم وعليك لعنة الله على كل حكمة حبيبنا تسمعنا أبو الحكم ابن كثير هل تسمعونا أظن أخونا أبو الحكم ابن كثير لا يسمعنا أبو الحكم ياريت أبو الحكم لا يسمعنا على كلنا دانيال طب أبو الحكم يسمعنا إذا يسمعنا تكلم أخونا أبو الحكم على كلنا الصوت واصل أو ما واصل الصوت واصل واصل طبعا أسلم على أول شي على أستاذي جان وعلى الأخوة كاك جان ودانيال وفرحان كل شمعها هذا الشباب الحلمين قاعد لها هم يعني وعلى الشباب جان سهلا وسهلا فيك حكمات حكمات نحن كنا بموضوع بالنقطة الأولى أنه العرب المسلمين هدول اللي دخلوا دخلوا هالبلاد وأصلا كانت هي مسيحية قبل ما يدخلوا العرب منعوا يبنوا كنائس يعني حولوا كنائس لمساجد ومنعوا الأهل الأرض هاي اللي كانوا موجودين فيها يبنوا كنائس شو رأيك بابي بالنقطة هاي تفضل هذا عمر الفاروق عمر العادل على أساس أعتقد حتشينا بحلقة عن هذا الموضوع كانت وياك أعتقد مو حتشينا عن العهد العمرية ما أظن كانت باك مع السعر لا عاد بياسان حتشينا طبعا بالتفصيل أنه وش لما دخل المصر اش سوى من بلاوي ومشاكل وقرينة بالتفصيل شنو الأشياء اللي مسموح لهم وشنو الأشياء اللي ما مسموح لهم يعني مثلا إذا واحد المسلم يزجع إلى مسيحي ما يسمحوا له يعني مثلا يريد يآمن بالدين المسيحي ما رح يسمحوا له ويرفضون الشي بينما العكس إذا حصل هذا الشي مسموح أنه يقدر أي مسيحي يدخل إلى الدين الإسلام بدون أي مشاكل يعني فهذا الشي من أحد الأشياء وإذا كان مثلا شخص قاعد مثلا وفاة المسلم لازم يقوم له لازم يقول له ويخفض رأسه ما يبقى عليه ليه يبقى رأسه نازل ليه جوا يعني إهانة واحتقارا حتى لما كانوا يفعون الجزء لما يفوتون كانوا يضرون كافة على رجباتهم ومرة ما يسلمون الفلوس لازم من يسلم الفلوس يعني ما يشير رأسه برأس الشخص اللي يعطيه الفلوس يعني مهان بدليل ونفس الوقت يعني ممكن ينضروا كافة من أبروكاتي يعني مثلا ما يقول فبعد هواي أشياء يعني الإهانات اللي موجود لأي كنيسة الهدم ما يسيني يبنوها ولا يعمروها والأشخاص شقد ما يجون مثلا جوي ضيوب في جوي مكانات أخرى وما في مكانات عندهم غطبا عليهم المسيحين يستقبلون في بيوتهم على الأقل ثلاثة أيام أكل وشرب وكل شي يعني يعني بعد هذا شو تسمي هذا انت قولي هذا الشي سميه حتى الاستعمار ما سواها بالشي يعني هاي دكية مفتوحة متل ما بوله يعني متل شوف الوقاحة انه لازم مفروض عليك تستقبله ثلاثة أيام وبطعميه وشربه لهالعرابي اللي جاي من الصحراء اللي يعني النوم لا اياكل أصلا حفيان عاري وغصب لعنه بده يستقبله ثلاثة أيام شوفوا الزوء شوفوا يعني الأتيكيت اللي عند العرب انه غصب لعنك بتستقبلني ببيتك ثلاثة أيام وطعميني وشربني يعني هاي إكرام الضيف شوفوا لما العرب بيقولوا عندهم الكرم فأجبروا الناس على الكرم انه يصيروا كرماء دانيال دانيال حبيبي يعطينا رأيك بسر خير صديقي جان ولجميع الأصدقاء الموجودين المتابعين والمشاركين وتحية لكم مسائي من عندنا منهم ما وارف عن كون صباحي ما ما عندي منهم بسر خير للجميع بشكل عام تاريخ العربي أو التاريخ الأصولي العربي أنه قل لنا عبر العرب وقلة قليلة من المؤرخين يعني الغربيين اللي نقلوا هذا التاريخ فنشوف بتاريخهم في كتير من التضارب بين الأحاديث والأفعال فأوصفوا بالشهامي مثلا وأوصفوا بالكرامي بينما منشوف مثلا بتاريخهم اللي نقلوا العرب يعني عم نحكي عن الإسان العرب أنه قديما كان الفيرس يبعت مرته عن فيرس آخر حتى يعني تتزاوج معه حتى تنجي بولد يكون من صلب قوي فيديها في الأب وكان معروف تبادل الزوجات عند العرب وأيضا كان معروف أنه بالكرم الكرم كان مفروض فرض اجتماعيا عليهم شو يعني؟ كان يميز البخيل وفي روايات كتير يبدل على شخصيات تاريخية كانت تعير بالبخل أنه هذه الشخصية بخيلة فكان الكرم مفروض فرض عليهم وكان الكرم بشكل عام يعني يفرض اجتماعيا وهو مش من الصفة المكتسبة وفي ملاحظة مهمة مثلا على محمد بيقولولك الصادق الأمين الصدق والأمانة هي مش صفة بالإنسان هي فعل بالإنسان فبس يكون المجتمع كذاب وحرامي فيميز فيه الصادق والأمين لذلك فالمجتمع العربي مستدل من خلال ميز محمد بصفة الصادق الأمين كان مجتمع كذاب وغير أمين مثلا لذلك ميزة شخصية فيه مثل نحن منقول في عشر أشخاص بالغرفة في بيناتهم دكتور إذن التسعة هم مش دكاتها فوقت اللي منقول محمد ميز بهذه الصفة على فرض إنه هي صفة صحيحة إذن المجتمع بيعني لا كان لا صادق ولا أمين حتى بيوصف القرآن كنتم قبائل قدبة بيوصفهم بإنه هن كان قرطة مجموعة فصائل مبعثرة وإجا شخصية اسمها محمد وجماعتهم يعني حتى بيوصف القرآن يعني إجا وصف مزم بحق هذه المجموعات وبتلاقي بتاريخهم إذنك تجي تطلع أكثر على تاريخهم بيوجعك راسك من خلال الأحداث اللي مرأت عبر التاريخ حروبهم شو كانت غزواتهم شو كانت شو أهدافها شو سياستها شو تركت من آثار مثلاً احتلوا الأندلس أو إسبانيا حالياً فترة طويلة من الزمن فشو هي الثقافة اللي تركوها بالأندلس لا شيء بعد خروج العرب من إسبانيا أو من الغرب من أوروبا بتلاقي أن الإسبان رجعوا فوراً لدينة القديمة على وهي الدين المسيحية وبلشوا حولوا المساجد والجوانع أفضل الجوانع بلشوا حولوها على مراكز سياحية حالياً مثلاً وقديماً المسيحيين حولوا الجوانع مثل ما عملت الاتحاد السوفيتي حولوهم لمكان اللي يخزنوا فيه الأمح والأكل والطعام أما كان تخزين فإذاً الغزو اللي كان ما كان غزو ثقافي ما كان غزو إلو مرحلة بعيدة أو إلو مثلاً أهداف ثقافية كان بكل بساطة غزو قبائلي مثل ما بنعرف عن القبائل العربية بغزواتها هدفه النساء هدفه الدهب المال لا أكثر ولا أقل فما في أي منتوج ثقافي كان عندهم فأنا هدفه يعني في اختصار تعليع النقطة بالضبط بالضبط يعني هنه أصلاً ليست عندهم ثقافة غير ثقافة الغنائم ثقافة الغزو حتى ينقلوها للشعوب الأخرى يعني نقلوا ثقافة لبلاد الشام وشايفين بلاد الشام صارت كل القبائل ويعني بشكل قبائل متحاربة مثل ما أنا شايفين هلا في شيعة سنة دروز علوية كل هاي الثقافة القبائلية العشائرية نقلوها لكل بلد راحوا فيها أصلاً يعني صارت كل عشائر والقبائل يعني صاروا يعني قبائل وعشائروا ونزلين ضرب بعضهم غزوات ببعضهم يعني نفس الطريقة ولكن صارت بطريقة حداسية شوي يعني الغزو بالكيماوي الغزو بالطائرات والغزو بالمدافع والدبابات هذا اللي صار للأسف الشديد هاي هي الثقافة طيب خلونا نرحب الأخ عمران أخي عمران أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك جان وأهلا وسهلا بالجميع أنا بصدفة شفت الدعوة مفتوحة أخا دخلت أهلا وسهلا فيك وأنا يعني الدعوة مفتوحة لكل الأصدقاء اللي حابين يشاركوا بهال بهالمؤتمر الصحفي هذا بما أنه أنت صحفي أخونا عمران لا أنا كنت صحفي أنا علاق مبرمج ما عاد إلي علاقة بالثورة يعني ضروري تكون الصحفي يكون له علاقة بالثورة يعني هلا بسوريا ايه بدك تكون يعني بتعرف انقسمنا يا ثورة يا نظام يا سيدي ياريت لو كان ثورة كان بقينا مع الثورة لكن الأسف الشديد أطباع محمد حولوها لثورة إسلامية لا توجد ثورة إسلامية يعني حولوها إلى إلى شطط ولطط يعني على كل النقطة الثانية النقطة الثانية يعني أن الكنائس ما يعمروا كنائس وأنه إذا يشين هدم منا لازم ما يصلحوا يعني ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزل أحد من المسلمين ثلاث ليالي يطعمونه ولا يقوموا جاسوساً ولا يكتموا غشاً للمسلمين طبعاً نحن ضد إنه العالم تحوي جواسيس وضد إنه العالم يكتموا غش اللي كان للمسلمين ولا غير المسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن هون في نقطة كثير مهمة يعني شباب أنا بدي أخذ آراءكم شو معناتي يعني شو المقصود وشو بده وليش خايفين إنه يتعلم أولاد المسيحيين القرآن يعني جانو إذا بنبدأ من عندك تفضل قبل ما أجاب على هذا السؤال ذكرت شي كثير كثير مهم مهم من حيث الجوهرية والمضمون يعني الفكرة القديلة والعشائرية لما كان الأوس والخزرج بيناتهم عركات مشان واحد سراق ناقة أو سراق نعجة والعكة طول بيناتهم السنين طويلة ثلاثين سنة أربعين سنة بس مشان هيك شي فمحمد وحد هذه القبائل هي نفس التفكير إنه واحد يسطوع على الثاني بس مش على نفسنا على الغير والغير متحذرين والإنسان المتحذر دائما يحب الحياة بيكره الموت فدائما بتلاقي الإنسان المتحذر راح يستسلم يستسلم بسرعة مشان بيحب الحياة وبيكره الموت بس الهمج عندهم البقاء والموت نفس الشيء وخاصا إذا بتكون في دوافع دوافع مالية وروحية يعني أنت راح تستفيد في الدنيا وفي الآخرة يعني إذا غنمت وثبيت هذا إلك وإذا قتلت راح تروح للجنة وتأخذ هذا الدوافع أما بالنسبة لي سؤالك أنه تغيير شو كان؟ السؤالي كان أنه خليني يا عاردة خربط شوية ركدت على الشباب أنه بالعهد العمرية أنه لازم ما يعلموا أولادهم القرآن ليش المسلمين بيهمهم أن الأولاد المسيحيين ما يتعلموا القرآن؟ أنا بحسب معلمات المتواضعة أنه أهم السبب أهم السبب هي أنه كل القصص الموجودة هي في عهد القديم في البايبل والإنجيل يعني التوراة يعني نفس القصص محمد باجر شي جديد فمشان هيك إذا واحد مسيحي يقرأ القرآن راح يضحك عليه لأن هذا الشيء معروف بالنسبة له يعني ما جاب شي جديد ما جاب شي تكون أكثر توسعا فكريا يعني تكون أعمق فكريا أو تكون في جوانب إنسانية فيها هي جاب نفس الشي بس بصيغة يعني هل شركة مارسديس بيسوي كتير سيارات مارسديس بس الموديلات تختلف هي نفس القصص جايبها بس هيك اختلاف في اللايت اختلاف في شي معين نفس الأشياء هذا هو بنسبة لي هيك بشوفها طيب أنا بشكرك جانوت خلونا نرحب الأخت رانيا رانيا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بيكم كنت عاملا بيوت مع الأصف نحب نشكر جميع الحادلين ونرحب أصفائين موجودين بالحلقة والمشاهدين مرحباك أهلا وسهلا فيك رانيا رانيا نحن الموضوعنا عم نحكي فيه عن العهد العمرية طب بعحد شروط العهد العمرية عم بيقول إنه لازم المسيحيين اللي كانوا ببلاد الشام اللي فاض عليهم هون عمر هال شروط المجحفة إنه ما يعلموا أولادهم القرآن شو السبب برأيك أنت إنه عمر خايف من المسيحيين يتعلموا القرآن إنه يعلموا أولادهم القرآن شو السبب يعني بالعكس الإنسان بفرح إنه اليوم أنا عندي مثلا مبدأ الإلحاد إنه لما يجي المسلم يعلم ابنه الإلحاد يعني مبادئ الإلحاد شوية بكون ذو السعيد بس ليش عمر ما يعني ما بده إنه أولاد نسيحيين تعلموا القرآن فضل يعني شكرا أنا ما بعرف يعني ليش بالضبط ولكن يمكن إنه هو أصلا فرض عليه المجزية أو هيك خلم يا أنا عندي هاي الصورة تحها ما بعرف يعني يمكن شاركها مع الجميع أو يمكن فقط أخلاق ما بعرف يعني دماغ ما بعرف يعني دماغ أوكي سوو بظن إتم عم بتشوفوا هل عم بتشوفوا الصورة في البكراوند؟ ما عم بتسمعكم؟ أنا عم بتشوف البكراوند استمري حسنا لأنه أنا ما عم بتشوف الصورة مع الأسف هاي هي العهد العمرية هذا ما عم بتشوفوني عم تسمعوا كل شيء؟ صوتك مسموع صوتك مسموع عم بتشوف وصورة العهد العمرية مكتوب يعني مرئية كمان ولا لا؟ آه مرئية مرئية تفضلي حسنا حسنا العهد العمرية هذا ما عطى عبد الله عبد العمر أم المؤمنين أهل إلياء بلا 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 عطاهم أمانة لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقما وبريئها وسائل مليتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا ولا حيزها ولا من صليبهم شيء يعني يعطيهم الحق أنهم يبقوا ويبلكوا كنائسهم لا تهدم يعني وفلكهون على دينهم راني أنا أريت بالبداية الحلقة أنا أريت معهد العمرية كاملة يعني أريدون الأصدقاء المتابعين سمعوه كاملة ولكن في النقطة هاي اللي لا تعلموا أولادكم لا يعلموا أولادهم القرآن يعني شو السبب اللي يخليه يخاف أنه أولاد النصيحين تعلموا القرآن هذا اللي بدي رأيك فيه بالضبط نعم أنا أظن أنه المسلمين معلم هاد ناجسية دايما يعني نحن فقط شعب الله المختار يعني ما بيحبوا مثلا محمد لما سن القوانين الشريعة في تعجمع المسلمين مثل تتبعها حتى اليوم المرأة لا يسمح لها أو ممنوع أنها تتجوز شخص غير مسلم طبعا الرجل مسموح له يتروج مرأة لو كانت مسيحية ويهدية مثلا طبعا ممنوع عليه طبعا يتروج مرأة غير مؤمنة بها ديانة الاثنين والثلاثة هذا الإبراهيمية فكل مرأة ممنوع عليه هاد الشيء وطبعا هذي يرجع فقط للعنصرية الدين هذا عنصري شريعته عنصرية وقوالينه عنصرية ولهذا نظن هذا هو يرجع سبب بالضبط لأنه بالضبط لما فرنسا مثلا هذا هو مبلغ الاستعمار لما المستعملين يدخلوا بلاد غيرهم مهم شيء يعني ينشروا ينشروا التربية والتعليم والثقافة وينشروا الحضارة حتى هذي يعني لو حطيناها بين قوسين فقط المقارنة بين استعمار الإسلامي للدول في القديم جميع الدول يعني حتى الغير العربية نشر الإسلامي نشر الدعوة الإسلامية في القديم نفسه نوقع نهي نلقاه فيه مشابهة كثيرة بينه وبين الاستعمار الأوروبي اللي هو البريطاني والفرنسي فرنسا نعم فرنسا حربت اللغة العربية وحاولت أنه جميعي درس اللغة الفرنسية وحاولت تمحي لهوية بالضبط يعني المهم المستعملين للإسلاميين دخلوا مصر هذا اللي في عصر عمر عمر شو يسموه هذا اللي أكتب هذا العهد العمرية قال لهم تدفع الجزية ولا ترحلوا علينا وما سمح الأولاد همانين يدرسوا الإسلام لأنه هو عنصري يحب فقط يعني ما يحبش ينشر أي شيء في دينه أو يعني أنا برأيي أنه أنه عمر كان خايف يشوفوا البهدلات الموجودة بالقرآن يعني بشان ما يكشفوا القرآن على حقيقته يعني إذا أولادهم تعلموا القرآن طبعا مسيحي عم بيعلم ابنه القرآن يعني معناته عم بيعلموا بطريقة نقدية ما رح يعلموا إياها بطريقة متل طريقة المسلمين التقديسية رح يعلموا بطريقة نقدية يقولوا تعالي يا ابن يشوف المسلمين شو عم بيقولوا بالقرآن شو هالتفاهات هاي يعني أظن كان خوفه من هالنقطة هاي هذا ده رأيي الشخصي طبعا دانيال انت شو رأيك؟ ساري 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 بنتمت بشكل عام يعني بك تكون عندك مؤسسي وانت تفهم من عندك آخر يطلع لها بتفاصيلها وبس تكون عندك مؤسسي تفرض على الموظف تعاونك إنه إذا دخلت على هدي المؤسسي يشتغل فيها فإذا طلعت منها رأحط عليك بنت جزائي إذا فيها أسرار هاي دية المؤسسي انت بتخاف الشخص يطلع منها لذلك تفرض عليه بنت جزائي فبتحاول تستغل كل قدراته أو كل موارده لأيضا الشخص من باب إنه تخليه عندك بالمؤسسي والدين بالأساس هو مؤسسي وبالقانون الدين ما بيسجل غير مؤسسي لذلك بتشوف الأزهر مثلا يسجل قانونيا بأنه مؤسسة الأزهر لأنه هو مؤسسي فعليا شرك شركة تجارية بالمياهية فموضوع الدين هم بشكل عام أو إنه الدخول إلى الدين فبتشوف الخروج يعني الدخول للحمام اللي هو الدين مش مثل الخروج منه فما فيني وصفه غير بالطولات للدين إذا بترائد موضوع الدين إنه من بدل دينه فاقتلوه مثلا وفي عنده الحد الردي هذا كله خوف النتائج العكسية وذكرت الصديقة ديودي بأنه موضوع جواز المسلم من الكنسيه جائز أو من اليهودية جائز بينما زواج الكنسي أو اليهودي من المسلم غير جائز لماذا؟ لأنه بيعتبروا حيخسروا فرد من هذه المؤسسة بيهمهم إنك تستقطب فرد لهذه المؤسسة وما بيهمهم إنك تخسر فرد من هذه المؤسسة لذلك بتشوف الجواز المسلم من المسيحيين جائز إنما زواج المسيحي المسيحي عفوا من المسلمي غير جائز دائما عندهم الخوف من الخروج من الدين لأنه الخروج من الدين أنا مباركت عم قول شغلة مهمة الملحد يملك مناعة الملحد يملك مناعة شو هي هذه المناعة؟ شو فوايد الإلحاد مثلاً إنه الملحد يملك مناعة بيبتعد عن تقديس النص بيقرأ النص بشكل مقضي على عكس المؤمن لأنه المؤمن ملزم بشي اسمه النص المقدس أو الإصنب المقدس بالقراءة تجي بتقول له الله غرق الكوكب كله وقتل كل المخلوقات اللي كانت عوجها هذا الكوكب والكابتن نوح طلع بسفينة باخرة فوق الجبال وصلت درجة الحرارة نقص ثلاثين ما في أكسجين المؤمن ما في يمتعد هذا النص لأنه مسيطر عليه فهمت عليه؟ أما يعني نحنا نقرأ النص من دون يعني في علامات استفهام بدنا نطرحها لذلك أنا بقول الملحد عنده قناعة يفتقر لهيدي القناعة المؤمن وبسبب عدة ضغوطات موجودة على المؤمن بعيشها وهي الضغوطات النفسية شو هي الضغوطات النفسية؟ يلي قبل ما يمان بده يفكر أنا شو عملت اليوم اللي ارتكبت حرام اللي ارتكبت حلال اللي هفوت عجلني هل الله هيعملني سيخ شوارن ما بكر هيكل مني جبرايل وميكايل وإسرافيل إلى آخرين من هالكائنات الوهمية اللي اختراعها الإنسان فلذلك بتشوف الدين أداة للسيطرة وأكبر دليل على أنه الدين أداة للسيطرة هو أنه ما في مجال أنك تخرج منه لهذا الدين خروجك منه لهذا الدين يعني انتهاء حياتك بكل بساطة بدك تقتل لعدد طبعاً أسباب وظروف منها أسباب سرية غير معلنة بالدين نفسه بس تش بتسأل أنت مثلاً ليش بتقتل المرتب بيقلك خوفاً من أنه يصير فتنة ويعني الآخرين يلحقوه طب يلحقوه ليش أنت خايفان بيقلك خوفاً من أنه يعمل بلبلي داخل التب طالما أنت محصن طالما المؤسسة تعيتك ركائزة ودعاعمة صحيحة وسليمة ما المفروض يكون عندك خوف بالعكس حتى بالقرآن مثلاً حتى بقرآنك اللي أنتم مؤمنين فيه مثلاً في قاعدة وقت لربكم إبليس تحضينا ربكم بكل بساطة ربكم نفى لأبليس ما قتلوا لأبليس مثلاً فلاش ما بتعتمدوا بهذا المنهج مثلاً أقول كؤسة خرفية سومارية الأساس يعني عراقية المنشأ هذه القصة يعني القصة قصة إبليس وآدم وآله ورفقاته وولاد أخته وجيرانه يعني فالمبدأ بكل بساطة وباختصار حتى ما طول هو بأن الدين مدخل مائل ومخرج يعني أنتر وزوت إكسيت خلص أنت دخلت علاقة جوا ماخي مجال أنك تظهر الخروج منه لهذا الدين بكل بساطة بيوديك على شيء اسمه المقبرة تروح تندفن هناك وانتهى الموضوع وحتى من مايلي أخرى الخروج منه لهذا الدين إذا أنت خرجت على أوروبا مثل أحواننا نحنا أو مش بس أوروبا يعني إذا خرجت لنقول على أمريكا وغير الدول فهتكتشف أنك أنت حيتم إخراجك من المجموعة الأسرية مثل مثلك جام مثلا درداشنا مرة يعني حتصير محارض أسريا يعني بكل بساطة العائلة ممكن تقوم بغطيك أو توقف التعاطي معك بحكم أنك أنت خرجت من هيدا المنهج أو من هيدا الدين إلى آخر وقبل ما أخطب في صحيق العلم محمد عم بيقول دانيال إلى المسيحية للمحاد أنا أول شي اسم محمد غاصل عمرو اسمي رعاقي مش دانيال فبعتذر لتخيب ظنهك ومارسي جان أول سؤال أخي دانيال يعني محمد إلى دانيال شي عظيم طبعا في معنى مشترك جديد محمد اسمه أظن خلينا نرحب فيه ويعرفنا حضرتك أهلين فيكم أشكركم على هاي الفرصة يا ريت عم تسمعوني مضبوط يعني أكيد عم نسمعك أنا اسمي محمد من موريتانيا أنا نازل مسلم للأسف لا لا هاي فهم يا محمد ليش مسلم للأسف يعني الإنسان يعني أكيد عم تقولوا مسكين هذا المسلم يعني ما مسكين يعني نحنا برأينا هو ضحية فقط يعني أنا أردت المداخلة فقط لإسراء الحوار وأشكركم على الاستمداد فقط أردت أن أكشيري لبعض النقاط المهمة منها الثقافة العربية أصلا يعني قبل الإسلام هذه المواضيع كانت قد تناولها مفكرون عرب كثيرون كالأجيب الشعير نجيب مخفوظ نعم نسمعك أخي نسمعك فضل كالأجيب المفكر الكبير نجيب مخفوظ ومالك بن نبي من الجزائر أنه ثقافة العرب أصلا هي ثقافة همجية فهذه الثقافة أظن كانت أثرت تأثير كبير على كل ما أثرت على الأجيال المتصاعدة حتى إذا وضعنا على جنب الإسلام الآن أنه نجد أنه لم تتقير الثقافة بعد الإسلام يعني الإسلام كأنه يعني النبي محمد أو الديانة الإسلامية لم تأتي بشيء جديد فمثلا عندك العبودية بعد قداية الخلافة أبو بطر الصديق قد قاتل وناس لم يعترفوا به كأمير للمؤمنين كذلك عمر بن الخطاب لم يعترفوا به كأمير للمؤمنين شيء آخر هو السياق التاريخي أردت أن نشير إلى هذه المسألة يعني هل ما هو مقبول ما هو غير مقبول اليوم هل يمكن أن نقيس أصدر فكرة أنه هل نقيس أمور حدثت في زمان على وقعنا اليوم يعني هناك أشياء كانت مقبولة زمان لم تعد مقبول اليوم الحروب لأن الحروب الإنسانية التي قامت في فترة عمر بن الخطاب وما بعد هي قبل قيام الإمبراطورية الخلافة الإسلام هل هي كانت حروب على أساس ديني لهذا نجد أن هناك حوادث كثيرة حصلت بسبب هذا الخلافة الديني لأن الدول كانت دول على أسس دينية لذلك نجد مثلا القتل المرتدي لأنه إذا ارتدوا أصبح مسيحي سيذهب ليحاربنا وإذا احتلنا نحن مثلا المسلمون أرض نسيحية فولاءهم طبعا للدولة التي تتبنى ديانتهم فأظن أنه القياس بمثل هذه في نوع من الأخطاء المنهجية وأشكركم على المستقبل صديقي محمد يعني أنا بس بدي أنوه أنه مسألة القياس ليش نحن بنقيس لأنه المسلمين يقولون أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان لذلك القياس بيجي وفي شغلة تانية أنت قلت لي عليها أنه الثقافة العربية لم تتغير المشكلة أن الإسلام جمع الثقافة العربية الثقافة الغزو جمعها ووضعها في إطار ديني مقدس يعني الثقافة نفس الثقافة العربية التي كانت موجودة في صحراء شبه الجزيرة العربية من 1400 سنة جمعت في روايات في القرآن وصارت كتاب مقدس وأحاديث مقدسة وباقي معنا حد اليوم يعني هاي الفترة اللي كنت حابة لك يعني أكيد لأنه نحن فعلا نعاني الموروث التراثي كالأحاديث والأحاديث النظوية لأنه هناك لو تفحصنا قليلا لو وجدنا أنه هناك يعني نوع من أن نجد عادات مثلا كانت معروفة في الديانة اليهودية مثلا يعني مثلا إذا بحثنا لو وجدنا أنه النقاب هذا أصلا أتى من اليهودية يعني وليون تجد أنه المسلمين المتشددين يعني يعني يرون أنه النقاب هذا أساس من الإسلام يعني يعني الغير منقمة هي عاهرة مع الاعتذاء في الأفضل ولكن كما قلت السياق التاريخي مهم جدا لأنه لأنه إذا نظرنا إلى مثلا بداية عهد الخلافة الإسلامية سنجد أنه هناك أحاديث نبوية طبعا هذا قد يقودنا إلى الخوض في أمور الأولى ولكن أنه الأحاديث النبوية هناك أحاديث استحدثت استحدثت لتواكب سياسات السلاطين التوسعية فهذه من النقاط يعني المهمة الإشارة إليها أما بالنسبة للعهدة العمرية فأنا أرى أنها كانت وثيقة سياسية بامتياز وليست دينية يمكن الرابط بين السياسي والديني في هذا المجال على أن الدولة هي دينية أصلا فهذه فكرة مهمة جدا ولكن طيب أنا بصراحة يعني أنا شايف حديثك هو حديث ملحدين وليس حديث وإنساء شخص مسلم يعني شو أستكت؟ بإلك يا حبيبي أنا يعني مسلم ولكن لدي منظور خاص للدين يعني لا أنت مسلم مشروع ملحد يعني أنت مسلم قادم إلى الإلحاد أهلا وسهلا فيك بين السود على كل حال لا أنا لست ملحد ولكن أنا أبحث عن الحقيقة فإذا وجدت في أحد الأيام أن هذا الدين يعني هو يعني مشكلة أو هو شر محيط أو شيء من هذا القبيل فأنا لن أتوارى وسأترك ولكن المسألة أنه إذا أردنا فعلا البحث عن الحقيقة فإنه لا يمكن أن تصل لمرحلة تقول أنا الآن وصلت إلى الحقيقة المطلقة ولكن أنت مثلا أخي أنت اليوم ملحد يمكن بعد عشر سنين تغير رأيك وهذا وهذا هو مبدأ التفكير الممتدع على أساسي لكن أنا لدي فكرة أنه يجب أن نتحاور ونتفاهم حتى نصل إلى لأن الأساس ليس أن أكون ملحد أو أكون بودي أو مسلم المهم هو روطاننا نحن الآن نعيش في تخلف يعني يا الله يستر لذلك يجب أن نعيد النظر في الكثير من الأفكار لكي نحاول أن نتخلى عن الثقافة البدوية التي لا تزال تعيش فينا لا تزال تعيش في أنا كمحمد وفي أي شخص عربي آخر وشكرة على الأمن العفو العفو حبيبي بكل تأكيد كلنا نبحث عن الحقيقة ويعني زينة الحياة أن نشغل عقولنا مهما كان المقدس أمامنا لذلك نحن وصرنا ملحدين يعني وإذا العلوم اكتشفت يوم الأيام أن هناك إله صدقني أنا ما عمدي مانع يعني أتعامل مع هالإله هذا بنفس النقاط اللي تظهر العلم يعني أنه إذا خالقنا فرضا لنعبده خليه فرجينا حاله ونعبده بالطريقة اللي بده إياها ولكن للأسف الشديد يعني شايفين كل هالحروب الصير والزلمة هذا اللي مسمي حاله الله مو يعني مستخسر علينا إنه يجي يطلع قدام الناس يقول يا جماعة أنا الله حاش تتلو تعبدوني إلي وخصت الحكاية يعني هاي النقطة المهمة حكمت أنا بدي أكون معك في نقطة عم بيقول أن يوقروا المسلمين يعني مخاطبا للنسيحيين إنه لازم وأن يوقروا المسلمين يعني إذا لا يمنعوا زوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا وأن يوقروا المسلمين كيف يعني يوقروا المسلمين يا ريت شرح لنا شوي قبل الحكم تفضل يعني هنا لما العهدى العمرية ستذكرت بالشي اسمك لأنها بالدعيات الرهابية لما شرحنا حتى يقل جزة عن يدنهم صغيرون حكمت حبيبي في مشكلة بالصوت عندك عم تزعجه بصراحة الصوت كتير مو واضح يعني عم بطلع معه غشة ياريت تطلق أو ترجع تتصل إذا في إمكانية؟ حسناً هم سيئ؟ لا لا سيئ هو حسناً 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 يلا أتحول بالسؤال هذا لك عمران عمران أذا ب Любات توقير المسلمين؟ توقير المسلمين انا اول شيكن بدي اجاوب على سؤال اول سؤال اللي سألته انه ليش المسيحيين انه ممنوع يقروا القرآن كانوا بالعهد العمرية ببساطة كان اذا اي مسيحي مثل طبعا معروف كانوا المسيحيين بهديك الفترة جان مطلعين عالتورات وعندهم الانجيل بالعهد القديم اذا قروا القرآن رح يجوفوا انه محمد اخذ نصخ لصق حطه بالقرآن من هالكتب هاي وعمر يعني كان ما نغبي كان شخص ضليع وراح يعرف انه رح يمكن كان صار حركات إلحادية لو قروا لو المسيحيين قروا القرآن وفرجوا المسلمين انه هذا من عندهم يعني يوكر المسلمين المشكلة بمشكلة اللغة العربية انه هي اللغة الالغاز يعني ممكن حركة او نقطة تغير لك معنى الكلمة كلها بس يعني مبيني كانت استعباد لا اكثر ولا اقل استعباد بمعنى الكلمة يعني شو معنى انه لا تظهر الصلب على كنائسنا ونشد الزنان نيرة على أوساطنا شو معنى انه كان الكهن الكنيسة بمعنى مان يحافظ النص بالضبط بس انه يحط صليب حديدي تقيل براقبته مش يضل ظهره محني يعني كان استعباد لا اكثر ولا اقل انا بشوفها شكرا شكرا لك حكمة عامرال شكرا لك حبيبي حكمة نفس السؤال شو معنات يوقر المسلمين يعني على المسيح انه يوقر المسلم يعني على اساس المسلم هو شي شغلة كبيرة والمسيحي درجة تانية متبنية لازم يوقر المسلم هسا الصوت شو هنا صوتك رائع صوتك زين زين حبيبي طبعا اول شي اريد اوجه الكلام نفسه هذا الاخ تحسين اللي قال انتوا ليش ما تحترمون اراءنا زين انتوا لما رحتوا احترمتوا الاشياء اللي كانوا ماشيين عليه المسيحيين طيب انتوا لما المسيحيين كان عندهم عباداتهم والتزاماتهم انتوا جيتوا احتقرتوهم وسويتوا ما عدها سويتوا حتى اللي قبلكم اللي كانوا يعبدون الاسلام يا اخيهم ما يعبدون الاسلام ما يرموكم بالحجر وما عبدين الاسلام انتوا مو جيتوا نفس الشي احتقرتوا اللي يؤمنون بي ودمرتوا في سبيل وسط وتعلون وشون انت طالبنا بهذا الطلب والت ما عندك هذا الاحترام نفس الاحترام اللي تدعي به اللي طالبنا به انت ما عندك الاحترام مو بس المسيحيين ما عندك احترام اليهود ما عندك احترام للهندوس اي واحد انت تريد تكون فوقا نجع مسألة التوقير المسلمين يعني انت تجي هنا تحتل المدينة وتفرض عليهم شروطك وكل الاشياء اللي انت الظلم اللي تقيم عليهم وتقولي شمالة فوقا يعني لازم توقروني يعني يوقروك هو شنو من الخوف يعني ماكو غير الخوف اللي اللي خليهم يوقروك وماكو توقير هو مجرد خوف يعني السيف يكون على رأسه هو لو مو السيف على رأسه مايقدر لا يحترمك ولا ايشي فانت برأيك انا في هون شغلة انه يعني هاي عقدة نقص انه تعوقرني ايا فلان؟ طبيعي طبيعي هو يعني مو قلت لك بحلقات كثيرة قلت يعني ناس جايين يأكلون كانوا جراد ويأكلون لحم حمير وكان مرات يأكلون لحم قطط وكلاب ما عندهم يأكلون يشربون يعني حتى المي الوصخ الآسن كان يشربوه يعني يذولا لو ما عندهم حتى من عالات يلبستون الجوي فجأة صاروا هي شي دائماً لإحساس النقط يكون عندهم موجود ناس متحضرين ناس عندهم ثقافة أخرى حتى من زمان يعني بذاك الزمان كان عندهم مكانات كراسي وعندهم مكانات العبادة وعندهم كنائسهم يعني فهم يعني مثل ما يقول يرجعون مستواهم يرجعوا المسيحين وبقية الأقليات إلى مستواهم ينزلهم إلى مستواهم لأنهم ما عندهم ثقافة فيقول لك ما دم أنا ما أقدر أصل إلى ثقافته خلي أنزل هو ثقافته يكون نفس المستوى معي وهذا العقدة النقصة اللي بيهم يحاولون بأي طريقة يوصلون أفكارهم وبنفس الوقت ما يتنازلون عن الأشياء اللي هم ماشيين عليهم من تخلف وطريقة أكلهم لو تشوفوا نفس الطريقة بالسعودية شون يأكلون نفس الطريقة القديمة كان يأكلون بها يعني هذا يدل على أنه لو آلاف السنين ينفوتوا ما ما يقدروا يستعملون معلأ أنا بس أقول لك على صديق مثقف وش اسمه بس ملتزم بالدين مرة عزمني على بيته شفته يأكل بإيده المرأة بيحطها بالرز ويأكل طول ليش عم تعمليك قال لي هاي من السنة أنا لأ يعني قلبت معدتي ما قدرت أكل ما قدرت أكل ولا لقمة طوله ما قدرت أنا شوفك تتأكل بهاي الطريقة يعني هو يعني شيخ جامع وملتزم ومرة ثانية شوفني أنا بطلت من الأكل صار يستعمل معلأ غصبا عنه يعني يعني نزل إلى مستوى الثقافة الموجودة يعني بالضبط يعني فيه نقطة كتير مهمة أنه المجتمعات الإسلامية لا بترحم لا بتخلي رحمة الله تنزل مثل ما قوله يعني بمعنى إنه ما بيحبي يتعلم وما بيخلي غيره يكون أحسن منه يعني بيغار من غيره ليش أحسن منه وهو كسود بعقلية كسولة ما بيتحبي يتعلم جانو أنا بدي أسألك السؤال هذا إنه يعني كيف تشرح عقلية المسلمين اللي ما بيحبي يتعلم وبيتمسك بثقافة المتخلفة اللي أصلا من 1400 سنة مثلا ما بيحبي يضيف شيء عليها شيء جديد صدح طبعا أول شيء خليني أراحب بأخي عمران وأختي العزيزة رانيا وأخ محمد طبعا أخ محمد قال شيء إنه الحقيقة حبيبي أحمد أنت بحياتك ما راح تلاقي حقيقة مطلقة ما في شيء اسم حقيقة مطلقة إنه هذا الشيء مئة بالمئة دائما الحقيقة النسبية في ناس بيشوفوا مثلا في ناس بيشوفوا مع الحكومة وفي ناس ضد الحكومة في ناس بيشوفوا إنه الداعش منقضين لهم في ناس بيشوفوا مجرمين فالحقيقة دائما بتكون نسبية أنت كيف توصل لحقيقة الأكثرية يعني تسعين بالمئة هيك لما بتصير أكثرية صاحقة هيك بتكون الحقيقة تبان ما في شيء اسمه مئة بالمئة ما راح تلاقي شيء اسمه مئة بالمئة حتى في العلم بس العلم بيديك براهن وأدلة إنه هذا الشيء حقيقة بالنسبة لسؤالك كان عفوا ما كتبت سؤالك ولا همك أنا سؤالي إنه العقلية العربية يعني عقلية كسولة هي طبعا جاية من ثقافة الغنائم والأشياء المشكلة مش فقط في عقلية كسولة في عقلية إنه خوف خوف أنت لما تتربي شخص منذ الولادة إنه هذا الشيء مقدس إنه هذا الشيء كلام الله إنه هذا الشيء مش لازم تخرج منه حتى إذا بيكون لوحده راح يخاف إنه يسوي شيء أو ما بيسوي هذا التلقين ليش بيدي للقانون ليش في مجتمعاتنا دائما في المناسبات بتشوف الدم هذا المنظر مش هن يصير طبيعي إلهم بس ما بتشوف في دول متحضرة نقطة الدم في أي شارع ليش لأن أرقوا بمستوى عقولهم ومجتمعاتهم عكس المجتمعاتنا دائما دائما الشخص المؤمن بيسوي أشياء ضد غرائز ضد الغرائز قدام عينك يعني لما ما بتكون موجود لما بتكون موجود راح تقول أشياء عكسية يعني هذا بيصير عنده إزدواجية يعني كل أشخاص المتدينين بقول أغلبية ساحقة مش همان عم إنه مزدوجين يعني بيجي لك بيحكي شيء ومن ورا بيحكي شيء تاني بيمدحك من قدامك بس ما لما ما بتكون موجود بيدمك بيقول أنه أنت شخص هيك وهيك فدائما والعقلية يعني الشمولية مش إنه المجتمع الإسلامي يعني ما بتحترم الفرد تحترم المجتمع الفرد ما إلا قيمة في مجتمعاتنا يعني إذا حتى والمشكلة إذا عندهم قيم أو تقيم كتير عجيب وغريب إنه كيف إنه هذا المليار مسلم غلطانين يعني لما ألبرت أنشتين قال إنه ندرية الجاذبية ليسحق نيوتن خطأ كل الناس قالوا حتى العلماء قالوا إنه هذا مجنون يعني مش خطأ بمعنى الكلي بمعنى يعني تقدر تقول نصف تبع النظرية خطأ فلما انتبت شخص واحد قال إنه هذا الشخص بيقول كلام حقيقي وموزوم وعلمي ولما اكتشفوا العالم هذه النظرية تبع ألبرت أنشتين النسبية العامة والخاصة دهلوا فمش كل شي يعني في فلسوف أمريكي بيقول إنه لما تمشي مع القطيع لازم رأسا توقف وتفكر إنه رايح لمكان مش مكانك يعني لازم توقف هذا مش مكانك فمع الأسف إنه المجتمع الإسلامي دائما بيمشي وما في حدا بيقدر يوقفهم هذا هو شكرا جانا شكرا رانيا أنا بدي نفس الفكرة الفكرة إنه العقلية العربية الإسلامية لا تقبل التقدم وما بتخلي حدا يتقدم يعني يعني أنا بزمانه شفت فيديو عن الفضاء بصراحة هي أول ما جيت ع لندن كان بحدود الألفين سنة الألفين فدخلت على مسجد باسمه فنزري بارك هالمسجد هذا طبعا من أصدقاء كنا ماشيين مهم كان في شغلة رحت شفت فيديوهات محطوطة فيديوهات إسلامية فأنا من عشاق علم الفلك شفت فيديو عن الفضاء الخارجي شلته وأنا يعني متعجب كيف موجود هيك فيديو بجامع يعني شلته وطبعا جارس تأجرته أخدته على البيت حطيت الفيديو طلعت أول صورة طلعت المجرات واخترع ووصلوا ما بعرف لوين ووصلوا لوين ولكن الله ما بعرفش يبدأ يساوي فيهم واخترعوا كمان وكمان ولكن لم يصلوا إلى علم الله يعني أول خمس دقائق رفت الفيديو شلته وكسرته صدقوني كسرته وراح تدفع التمنه كامل إلهم لطلهم آسف يعني احترق معي الفيديو ومنكسر صرف المي مهم يعني ما عدت تذكر لأنه صلى الحكاية أكثر من خمس طاعة سنة يعني أظن خمس طاعة سنة تقريبا يعني يالبي نسيان شو الحجة اللي عطتني إياها فهالفكرة هاي إنه يعني ما بيحاولوا يفكروا ويتقدموا وما بيخلي غيرهم يفكروا ويتقدموا بالعكس يعني بضربوا اللي عم بيشتغل بيضربوه بنفس إنه لا تشتبه شو رأيت بهالعقلية تفضل نعم هو في زي ما قولوا أشياء اثنين هو المتحكمين في هذا الموضوع تعال إنه الكسل العقلي الناس لا تحب تفكر وفي النقطة التانية اللي هما يمشوا مع بعض الاثنين يعني موطبطين بعض يعني وجهين لعملة واحدة وجهة القمع لأنه السلطان لا تسمع لهم أن يفكروا الحقيقة قالها ربي وإحنا هذا هو اللي نؤمن به لا يحق لك أن تنقضوا أو تشكك فيه أو أي شيء آخر أو تحاول تجد الحقيقة في مجال آخر تقول لك مثلا في العلم أو في أي مجال ممنوع 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 يعني الله هو اللي عندنا الحقيقة إن إنسان لا يملك شيء القمع يعني ممنوع تشكك فيه أي شيء وكسر العقل يعني مجتمعات لو نشوف تاريخهم يعني السلطة يعني كانوا دائما مستعمرين يعني مستعمرين يعني من وقت صدق الدولة العباسية وهما في حضيد يعني كانوا مستعمرين من الأطراق العثمانيين يقرون وقرون يعني الحضيد يعني تخلف وأنحيطات كبيرة حتى لو درسوا بالأدب وفي الأشعار تلقى عنهم في العرض العباسي كان هو الحضارة لأنه كانوا مفتوحين وهما العباسيين هما اللي نقلوا التراث الإغريق جميع الأبحاث وكل شيء هما اللي نقلوهم لو لم يكن العرب لهذا التراث كان ضاع يعني ما الترجم أولا العربية ومن بعد الترجمهم العربية لغات الأهرة طبعا لو شفنا نقطة على الزمن هيك خرجوا من التاريخ بعد سوق الدولة العباسية وعا السلامة يعني عليكم السلامة يعني خلصت المساهم في التاريخ خلص الإبداع خلص البحث ومن أيام ابن حنبل هذا بطيخه لما قالوا إنه نقل فوق العقل يعني وسدوا باب الاجتهاد وخلصت الحكاية أظن مع ابن تيمية أو لا؟ مع ابن حنبل بعدها أصول الحتاب طبعا بدأت يعني من هذا الوقت على كل يعني وقتنا صار ضيق ومعنا كتير أصدقاء فدانيال بدي أبدأ معك رأيك بالعهد العمرية كاملة يعني شو بتعني العهد العمرية فضل طب هيك أنت هيك هتحرمني من الرد على صديقنا محمد يدخل معنا رائب عليك كيف حبيبي؟ هيك أنت هتحرمني من الرد على صديقنا محمد سيعده شوي صديقنا المرحد المستقبلي تفضل تفضل لصديقنا محمد رسالي الحقيقة مثل ما ذكر صديقنا جانو وهي أمر نسبي وهي نسبية والحقيقة تحتاج إلى التجرد يعني نحنا قبل ما نكون ملحدين أو لا دينيين ما معزو في عادة لا ديني معنا أوروبوبي فقبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة تجردنا تجردنا عن النص المقدس أنا ما فيني أجي أقول أنه أنا مسلم مثلا إنما أبحث عن الحقيقة لما أنك مسلم إذا أنت معتد بكتاب نص هذا الكتاب تبحث بمضمون نص هذا الكتاب عن الحقيقة إذا أنت متجردت عن المنهج الفكري اللي أنت معتمده أو أنت معتبره لذلك الانطلاق بالبحث عن الحقيقة النسبية مثل ما ذكر صديقي جانو يحتاج إلى التجرد مثل القاضي يعني أنا ما فيني أجي أقول ألاقابي بين طرفين بس الطرف الأول مبدئيا معه حق أو الطرف الأول بيسمع له الطرف الثاني ما بيسمع له فلا إجي أحكم بين الشخصين بدي أتجرد عن المشاعر بدي أتجرد عن الإنحياز الفكري لفريق دون فريق فلنجي نقول حضرتك مسلم تبحث عن الحقيقة بالأول لازم تكون لا ديني ما بتؤمن بشيء ثم تنطلق برحلة البحث هذا هو المدخل ما في غيره ما تفكر في مدخل آخر أما مسلم أبحث عن الحقيقة ما بتزبطيه لأنه مثل ما ذكرنا الحقيقة أمر نسبي فلازم تكون لا ديني مع نفسك تصارح نفسك بهذا الخبر بإني غير مؤمن بهذه الأديان ولنبدأ عملية الاطلاع والبحث عن الحقيقة النسبية لنوصر لبر الأمان بكل أحوال أهل وسهلا فينا بأسرتنا المتواضعة ومن راحة فيك حتى لو كنت لو بقيت على إسنانك ما في أي مشكلة بالموضوع نحنا بالنهاية إخوة بالإنسانية نختلف بالأراء وبالأفكار وما منقيم عليك لا حد الردي كما يفعل الإسلام ولا حد المغاير كما يفعل الإسلام النفي لأنه السلام علينا بدينك لا يجوز لأنه نحنا نعتبر مرتدين هذا ما بيقره بصريحة العبارة دينا أرجع لك دانيال أرجع لك دانيال أخذ تعقيب الأخ محمد على كلامك بصراحة أخي محمد مثل ما قالت دانيال أنت تبحث عن الحقيقة ولكن الإسلام يقول أنا عندي الحقيقة المطلقة كيف أنت مسلم وعندك الحقيقة المطلقة وتبحث عن الحقيقة أخرى شكرا أشكرك أخي وأشكر الأخوة خاصة أخي دانيال يا ريت محمد يا ريت تقرب الماكروفون لأنه سمع مضبوط طبعا أشكر الأخ دانيال على هذا الكلام الجميل بس يعني بيقله السلام عليك والسلام عليكم جميعا أنا ما بعتقد أنه حرام أنه سلم عليك أنا ما وصلت لهالشي إذا كان موجود يعني ممكن أنا ما بعرف لكن ما أحد علمني أنه حرام إلا حد سلام عليكم نتجاوز النقطة نقطة أنه أنا مسلم وأبحث عن الحقيقة يعني أبحث لم أصل إلى أنه الإسلام هذا مثل ما وصلتم أنتم يعني لا زال أبحث نقطة الأخرى لست مطالبا يعني تتجرد من الدين لكي تبدأ في البحث عن الحقيقة فأنت يجب أن تتجرد من العواطف وال ما يسمى بال Stereotypes الأنماط التي كنت تعيش فيها لكي تبدأ في البحث عن الحقيقة وأنا على فكرة أنا لا زال شاب يعني مش في التلاتينات أو الأربعينات أنا صغير كثير ولكن أهم شيء أردت أن أعقب على شيء ذكرنا الأخ جانو وهو الإزدواجية نحن في مجتمعاتنا العربية عندنا إزدواجية غريبة وعجيبة يعني الإزدواجية يعني مثلا أنه أنا عم حب بنات الناس وعم إطلع مع بنات الناس ولا حدا بيطلع مع أختي هذا شيء غريب جدا يعني إنه الولد يمكن يشرب يمكن يسكر يصهار يعمل لبدوياه لكن الست ممنوع ليش؟ نعم نعرف إنه في أشياء كثيرة في مجتمعنا نحتاج أن أحنا نعالجها أما بالنسبة لمسألة الحقيقة فأنا لم أقل أنه إن كان لو كان في شخص واحد وصلنا الحقيقة المطلقة فكنا ارتحنا من الزباب يعني لكن الإنسان مع السنين يطور من نفسه ويطور من أفكاره ويصل إلى أشياء فهي في الأخير نحن نحاول أن نقارب الحقيقة ولا نحاول أن نصل للحقيقة المطلقة ثانيا أنه هذا شيء مستحيل طوال ثانيا أنه أنا مسلم ولا أحب لفظة مسلم معتدل مسلم متطرف يعني أنا من وجهة نظري أنه لا يوجد شيء اسمه مسلم معتدل مسلم متطرف إما أن تكون مسلم أو أن لا تكون مسلم يعني لو إذا أجركم في هذه النقاشات ولكن شيء مهم جدا ما هو فكرة أظن لم تتطرق إليها في الموضوع وهي فكرة الخلافة ما هي نوعية خلينا نقول حكم الخلافة هي الخلافة إذا تأملنا في التاريخ سنجد أنها كانت حكم إمبراطوري ولديها مساعي توسعية الفرق الآن أنه هذه المساعد تقام على أساس ديني أو بالأحرى وضع أنه نحن نقوم بهذه الفتوحات وهذه التوسعات لنشر الدين لكن أنا في بحثي في التاريخ الإسلامي المتوابع طبعا لم أصل إلى أنه الهدف منها كان نشر الدين الإسلامي بل بالعكس كان لتحقيق مصالح سياسية فأظن أنه أكبر خطأ يطع فيه المسلمون الآن هو هذا التقديس للتاريخ فأنت عندك تاريخ إسلامي دموي بامتياز دولة الموحدين بالنسبة للسنة والسنة والدولة الصفويين بالنسبة للشيعة لأننا نضع الأحمال على أي شخص وطبعا الدولة الأموية والعباسية كلها كانت إمبراطوريات دموية وتسببت في موت الكثير من الأشخاص فهنا فكرة أنه إذا لم نتجرد كما يقول الأخ لم نتجرد من تقديس هذا التاريخ فنحن سنبقى في انحطاط أخلاقي وانحطاط من هذه شكرا لك أخي محمد عمران إذا في عندك أي شيء بدك تقول أتفضل نعم جم كان محمد عم يقول أنه الخلافة كانت على أساس إمبراطوري منذ الأزل منذ القدم صديقي كانت على أساس ديني الخلافة ما هو الدين الإسلام هو بالأساس دين توسعي شمولي فاشي أظن يعني قصده نظام السياسي يمكن كان حتى النظام السياسي معتمد على دساتي الموجودة بالقرآن لا راحت ولا أجت ومن السنة يعني من الأحاديث من كل هالدراسة الفاشية اللي أنا بشوفه ما نضحك عبعض يعني بده أجمل ما يقلي في إسلام معتدل وإسلام وسطي ومتل ما ذكرت له إسلام إذا بدك تجي عليه إسلام ده إسلام ده شو الإسلام الصحيح شكرا شكرا أطول بي لك يا عمران الزلغي المايك معكم طيب ولا يهمك ولا يهمك على كلنا خلينا ناخد رأي الأخ دانيال تفضل دانيال نرسي 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 بالنسبة لصديقي بس أمحمد فهد يعني نحن بدناش نعطي دروس بس بدي أقل لك موضوع حكم السلام على غير المسلمين الإجابة البدء بالسلام على غير المسلم محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال ولا تبدو اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه يعني إذا طلع خلقتك بخلقة يهودي أو نصراني بالشاريع العام أبو اللي نفضوا فكيف إذا طلع وجه ملحب مش معترك بوجوده بالأساس فالدين صديقي محمد برجع بكرر لك أنا ما ودي أعطيك درس نحن مثل ما أنت سكرته بتشكرك على هذه الشهادة إنه نحن مطلعين لحد بعيد جدا بس أنا عم بنصحك لصيحا إنك تجرد قليلا وتبدأ كصديق عزيز وشرفني التعرف عليك ومقابلتك بالحلقة إنه إذا فعلا باحث على الحقيقة بكل بساطة أعلن أنك لا ديني أنا مبدئيا بالمبدأ يعني بالمضمون غير مؤمن بهذه الأدين وثم أنا بلشت أبحث بتجرد حتى أصل على الحقيقة مثل المحقق المحقق ما فيجي يقول إنه لا أجسي بالطريق ماشي على الطريق لا أجسي بيقول بيقول جان بروا اللي قتلوا لفلان مباشرة لا يكون من حاز وهيكون ما عميس على الحقيقة يكون عميس على يلبس الجريمة بحدا أو يرفع الجريمة عن حدا وكذلك الأمر أنت برحلة البحث طالما أنك بعدك على المعتقد الذي ولدته عليه ونشأت فيه أنت ما عم تبحث عن الحقيقة أنت يا عم تبحث عن التبرير للمنهج الفكري اللي أنت موجود فيه يا عم تبحث أنك تلبس مصائب هذا المنهج بمصائب آخر بطائفي أو منهجي آخر طبعا إذا كنت بترضى أنك إذا شفت يهودي على الطريق أو مسيحي أو ملحد أنك ما تسلم عليه على العكس بل أنك تضيق على الطريق يعني إذا كنتوا على طريق بساعة لشخص أنت جاي هو رائع فالدين يحكم ما عم بيقول النبي بيقلك كبوا عن الطريق كبوا بالبحر أنا لا أعرف إذا كانت إنسانيتك وبحثك عن الحقيقة بيقبل هذا الموضوع أريد أن يشتقل أكثر من ذلك عليك عشان ما أضغطك فكريا أنا بختم مع الأصدقاء يلا خلينا الموضوع أخ محمد يعني أهلا وسهلا فيه وأنا متأكد الأخ محمد رح يصل لقناعة معينة في وقت معين طبعا الوقت له وهو حسب شخصه في ناس تصبح ملحدة خلال شهور في ناس صدقوني صديقة أمس كان مجاهر جديد في البرنامج حديث واحد مع ملحد صار ملحد يعني وفي ناس تبتزح معهم السنوات يعني في ناس أنا التجربة اللي بالبرنامج ناس عشر سنوات تسحب معهم حتى يصيروا ملحدين في ناس حديث واحد صاروا ملحدين جان وأنا بتوقع صديقنا محمد إذا فعلا هو بحث عن صديقة رح نشوفه قريبا بأحدى حلقاتك أكيد أكيد طبعا أكيد رح نستقبله ونعمل له سجادة الحمراء كمان ونطبله ونزمر له ولا يهمك يعني أنا أنا أرحب الأخ محمد وهو يعني أوحييه على على قول يعني كان جريء ووجا معنا مع شلة ملحدين يعني دخل وحييه تفضل تفضل المحمد بدي بدي ضيف طبعا أنا أتعرفوا من المغاربة يعني صعب أن يتكيف مع اللهجة الشامية صعبة عليها شوي ولكن أردت أن أضيف شيء بسيط أنه البحث عن الحقيقة أو قرار مثل إيمان أو إلحاد فهو ليس بالقرار السهل فقرار مهد فمش أنه يعني عم يتحور مع ملحد مرة وارتين يعني أنا عني ما أنا عني مش بهذه الطريقة بنفسي أنا لي منهج في البحث يعني يجب أن تبدأ أنا الآن تقريبا إلى الآن بدأت القرارة في الفلسفة والكلام مثلا هذا وبعدما يعني أنا كنت أقابل بعض الأصدقاء هناك في مرتاني أنا الآن موجود في فرنسا عندما أقابل بعض الأصدقاء يجدون عندي كتاب مش عارف فلسفة متافيزيقة يقول ييه أنت عم تقرهين يعني كان والمسألة عندي أبسط من هذا بكثير هو أهم أهم شيء بنسبة لي أنا أولدت وتربيت على أن أهم شيء في حياتي هو ديني فإذا أردت أن فإما أن يكون إيماني بهذا الدين إيمان قطعي يتوافق مع أخلاقياتي يعني إما هذا الدين يعني إذا كان نحن طبعا وأنا أدعي هذا وكل المسلمون يدعون أننا على الدين الحق فالدين الحق أو الحق كما يقول لا يخاف من المواجهة فأنا يجب أن بالنسبة له وهذا ما يجب أن يقوم به أي مسلم اليوم أنه يواجه يضع دينه في كفة ويواجهه بكل ما يسمى شبهات أو ما يسمى أفكار أفكار الحادية كل شيء يعني دراسة تاريخ دراسة يعني المسألة صعبة لكن يجب أن تحدث هذه الوجهة يعني إما يعني هذا فعلا ربما يقوم الإيمان أو أتفضل معك في البرنامج يعني يا واحدة من هيك يعني سهلا وسهلا فيك وأنا متأكد راح تتفضل معنا بالبرنامج على كل إن أنا بدي أروح لأخي جانو شو بتقول له للأخ على فكرة نحن انتهينا بموضوع موضوع العهد العمرية العهد العمرية وبدأنا بموضوع أخونا محمد يعني جانو شو بتقول له لمحمد فضل دخلنا بالمستقبل المحمدي من العهد العمرية لا لا نحن كل ما بنشوف مسلم بدنا نجيبه عن إلحاد فورا بنبلش بنستلمه 17 واحد و كرس طبعا لحيي أخي محمد يعني موضوع اللي هي بحيي شزاعته بتمنى أنه يقرأ اللي عمونيال كانت ولي فريدريك نيتشيب بتمنى أنه يقرأ وفي نفس الوقت بتمنى أنه أي مسلم أي مسلم يريد يبحث عن الحقيقة يقرأ السيرة النبوية وينسى كل شيء ويحط نفسه في مكان محمد ويقارن الأفعال والأقوال اللي محمد قال وسواه وكشخص هو إذا كان في مكانه شو كان راح يسريه يعني نفس العملية فقط تبدل الأماكن لفترة معينة وراح إذا لقيت أنه راح تسري نفس الشيء محمد فبلاها يعني مش محتاج أنه تبدل دينك بس إذا لقيت أشياء خطأ مع نفسك يعني وجدانك وعقلك قالك إنه هذا الشيء غلط لازم تعترف في داك الوقت إنه هذا الشيء غلط ولازم تقول إنه هذا الشخص كان بيقدر وهذا الشخص كان مجرم بحق الإنسانية أنا هذا بالنسبة إلي وكل شخص حر في آراءه في كيفية نظر لأشياء كيفية تفكير هذا هو اللي بدي أقول وبحبكم كل إعادكم شكراً إليك شكراً إليك حبيبنا جانو حكمات حكمات شو بتقول له للأخ محمد طبعاً يعني المداخلة اللي فاتت دسيت أسلم على الأخت رانية ليديس فيرث وأسلم على الأخ محمد وأخ عمران طبعاً أخ محمد أعتقد يعني أنا اللي واصلني إنه ما يقدر يصرح اللي براسه بعلانيتين يعني إحنا همين إن نطيل عذر راح ندخل معاه مداخلات خاصة ونشوف تفكيره الحقيقي شنو هو على كل حال إحنا يعني نشجع وفرحانين كلش إنه يعني محمد بشجاعة طلع وذكر أي واحد أي مسلم يعني يريد يطلع ويذكر بخلي بكل شجاعة يطلع يقول إن شون يفكر يعني حتى ممكن يستفاد من عندنا نستفاد من عنده نتبادل الأفكار عصى يعني يدينا الإسلام يعني كذب واضح بدنا نكذب شو نعمل حتى نجر جلم شوي وقعت في المصيدة يا أخي محمد وقعت في المصيدة تفضل تفضل حكنا لقد وقعنا في الفخ المند يعني عاد الإمام يقول اللي ضحكه شايفين الفيلم مية بالمية شايفين يعني محمد فرحني كل الصراحة إنه ظهر بالبرنامج يعني لأنه ملاب سيد حجاب ما اطلعت أبو جي يعني شو الظروف يعني يعرفها جان على كل حال أنا فرحان كل شي يعني محمد وأتأمل كل الأخوة يعني يطلعون مثل عنده شجاعها يمن عنده حتى لو يفكر تفكير آخر يجي يذكرنا تفكيره ومن هذا المنبر أعلني ولأول مرة من برجان أنا كنت لا ديني واليوم أعلن الحادي بصورة للجميع يعرفون هذا الشي يعني يا أهلا وسهلا فيك أخي عليك الأعلن الحادي لا 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 يعني أعلن الحادي أنا لازم أحط قانون هالمرة لأنا كنت بقصيدة أعلن الحادي لن يقبل أهل الحادي لن تقرأ القصيدة بعدين نقرأ الباطل راح أقرأ بالحلقة أدعو الأخ محمد يشوف الحلقة همينة أكيد أكيد طبعا راح يتابعنا الأخ محمد أكيد يعني أنا أنا يتأسف لازم أطلع جان لأنه شوية ظروف الوالدة وشوية مشاركة شكرا كتير طبعا كلكم عزائي وفرحتوني وحبكم ومحمد ضيف عزيز علينا والريدة دائما لكل موجود شكرا شكرا حكمات والقلب قريبا تسبحنا على الشيء باي 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 دعاجي إليك رانيا رانيا شو الرسالة بتوجهيه لمحمد يعني محمد اليوم هو موضوع الحلقة صار نعم عندي ساحب بيصغل وين ساحب عزيز السلام لديك قال المسلمين دائما يقولون أنه تنتحوا من الشيء على أساس سياسية هذا غير صحيح لأنه لو قارنت لماذا مثلا فتحة مصر لماذا فتحة جمال إفريقيا الناس من فتحوا بين قبسين فتحوا طبعا نستعمار لأستعمار لو قارنت مثلا أي استعمار في العالم اليوم مثلا أمريكا كيف استعمار جميع أفريقيا كيف بريطانيا وإسرائيل استعمروا في البداية أقول استعمروا بسميه بفلسطين أي استعمار لو قارنت تتجد أنه في تحركات سياسية ودشتورهم مبني على أساس سياسية لكن جميع الدول هذه اللي يسمى دول الخلافة التي قامت بالفتحات طبعا الدول الأموية والدول العباسية من بعد هذه الدول دستورهم مبني على الشريعة وعلى سنة محمد لهذا نسمعنا فتحة إسلامية هي ليست فلحة سياسية نعم هي هو سياسة محمد كان رجل سياسة هو هو رجل سياسي وما قولي بعده كانوا سياسيين لكنهم على أساس ديني على أساس ديني ما حضيوا هذا الكتاب وهو كتاب القرآن وشريعته وشريعت الله كما يسميها وتعقب ثاني أنه صغير فقط أي مؤمن يتكلم عن ملحدين أو يسمحهم نعم يمكن من مرة مرتين تعملوا صدمة هيك ويرجع يفكر مع نفسي ملحد يعني ما تطلبش في حاجة كبيرة جدا لأنه لأنه الديانات هشة جدا لأنه الصحيحة جدا الإنسان المسلم أو أي شخص ما هو مقتنع 100% والأخلاق إنسانية فيه يعني لو قتلوا أنه محمد شخص غير أخلاقه وهذا شيء مكتوب في سيرته يعني ونش بدلوا بالدليل يعني يتصدم يعني يعني يتصدم كما واحد يمشي بسيارة 300 كم في حاجة يعني طبعا فينا نغيضوا أفكار كالناس كل الأولاد طبعا شكرك شكرك اختي رانيا طبعا خلونا نرحب بعملاق الشاشة سال حبيبنا سال حبيب جوان طبعا أنا جاي لنجدة أخينا محمد يا أخي الحبيب محمد محمد رسول الإسلام قال الأرض مسطحة وأنا أثبت لك الآن أن الشمس فوقية وليس مسطحة من الجانب الكؤثاني من الكرة الأرضية فهذا دليل قاطع على عدم صحة نبوة ثثم بن آمنة يا شباب يا شباب قالوا بالكم الرجل ليس فريسي يعني انقضيتوا عليه كل أذكم أنا جاي أشكرني صراحة أنا أعطي الخطوات الكاملة للخلاص من هذه العقيدة الآثمة أولا أرفع القدسية عن هؤلاء الرجال وأولهم محمد يعني لو أنا بما كانك أغير اسمي ميدياتي بس أن جراحة سميك ميدو بس أن جراحة سميك ميدو بس أن جراحة سميك ميدو لما تخلص السيرة النبوية ذاك الوقت تفكر أنه هل هذا الرجل فعلا تحتذي به ويكون مرسل من إله؟ طبعا هذا إله الإله موجود إحنا جايين مع المؤمنين يعني راح ننزل درجة درجة طيب إذا الله موجود فمستحيل مستحيل يبعث معتوه زي هذا مع احترام الشديد لشخصك طبعا ليش أسميه معتوه؟ لأن معظم كوارث الكرة الأرضية الآن هو من الإسلام ومن كتاب محمد الكرهان وليس القرهان لأنه ما في أي شيء القراءة بس للكراحية هذه أولا أحب أن نوضح السلامي لكل شباب الكفار والزنادق والملعدين واللاعدريين وخاصة الزنديق اللي سأراه في أول باب جهنم دانيل عمرو المداخلة الأولى شكرا لكم شكرا لك سال شكرا حبيبي شكرا لك اعطيتنا وقتك وانت في العمل نشكرك كتير حبيبي مداخل حبيبي مداخل حبيبي مداخل حبيبي كيف ما سمعت؟ لا أنا خلطوا الشغل يعني بإمكاني أبقى معكم بإمكانك يعني لا 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 أنت مرحب فيك يعني أنت حبيبنا وبركتنا بس نروح للأخ محمد لنشوف شو ديرد عليكم جميعا يعني فضل بتشكرا كتير أخي أنا على فكرة أنه شفت في الحوار بعض من التهاون بأشياء مثل السيرة النبوية والكلام هذا أنه إثبات شيء في السيرة النبوية مش يعني هكا يعني يحتاج إلى بحث معمق بمنعجية صارمة مش يعني أنه نصح الصبح ونقول لا هذا نقرأ منه لأنه أنا اكتشفت من خلال أبحاثي أنه هناك أحاديث غير بعيفة تصححها هناك أحاديث يعني اختلقت لأسباب سياسية لأسباب اجتماعية لأسباب يعني يقول الذكر فيها لكن لسنا بصدد أن نبحث هذه المسائل لكن أنا أقول لك أولا أني سعيد بالحوار معكم لأنه لاحظت احترام لشخصي احترام لفكري احترام لمعتقدي لكن أود أن أضيف شيء آخر أنه هناك كلمة سمعت الأستاذ الباحث حامد عبدالصمد يعني هو معروف بالنسبة لكم كان قد تحدث في مسألة مهمة جدا أنه يجب أن تكون كان يتحدث عن الملحجين طبعاً أنه يجب أن تكون لهم قضية يعني بشأنه نطلع سب الدين ومش عارف إيش أنه أود أن أعلم محمد ياريت ياريت علي صوتك أكتر من هيك لأنه الصوت كثير يعني صعوبة في السمع ورانيا ياريت ساي ميوت كمان بشأن نقدر نسمع الأخ محمد كما كنت أقول الأخ الأستاذ حامد عبدالصمد اللي هو معروف بالنسبة لكم كان يقول أنه يجب أن يكون لدى أنه يجب أن يكون لدى الملحدين العرب على وجه التحديد قضية أنا من خلال متابعة اللي حضرتك يعني أنا أتابعك من تقريباً شهر تقريباً عندما وجدت الفرصة المشاركة لم أتأخر يعني لأنه القضية التي يجب أن يحملها الملحدون هو لأنكم يعني طبعاً ليس فقط الملحدون يعني كل شخص يهمه أمر هذه الأمة وهذه الأوطان يعني يجب أن يحمل قضية وهي يعني مثلاً المواطنة المدنية حقوق الإنسان مثل هذه القضاء قصدك البديل عن الدين يعني مش البديل يعني أنا أرى أن الدين يجب أن يبقى خليه يقول أن يبقى في مكان الدين في المساجد في قلوب والعباد لأن الحفاظ على الدين ليس دور الدولة بعدين أردت أن أعقب على كلمة كلمة قالتها الأخت أن أنا لم أجد في القرآن ولا في الحديث أن الإسلام جاء ليبني دولة وليست من أهدف الإسلام أن يبني الدولة الإسلام هو دعوة دعوة إلى الشبية معينة إلى أفكار معينة دعوة لماذا؟ لماذا؟ لأي شيء؟ لماذا؟ لماذا يدعو؟ لماذا يدعو الإسلام؟ هذه مبحث طويل جدا يدعو لبناء دولي أظن لا إلى حكم الخلافة حكم العالم أعمل هذا الشيء ولبعض الخلافات أعمل نفس الشيء والتاريخ لا أجد شيء من عندي الخلاف هناك أجد خلط بين النص الديني عند الأخت والنص التاريخي أن هذا خلط ربما منهج أو على الأقل هذا ما راح ممكن تسمح للأحضان؟ فضل أخي فضل سيد فضل عفوا شباب كيف الإسلام مش عاوز توله؟ أنت تعرف اللي أخي التاريخ الهجري أمتى بدأ؟ ولماذا بدأ التاريخ الهجري؟ بدأ لما محمد من أول يوم محمد عمل دولة عم صار قائد عسكري أصبح قائد عسكري على كل على كل النقاش في هاد يطول في عندي سؤال بصراحة من الأخ دان زيد أظن ما هيك مكتوب عم بيقول أخي جان ألا تعتقد بأن أسلوب الصدمة لم يعد يجدي نفعاً مع المؤمنين؟ وعلينا أن نجد طرق أخرى حتى نقوم بترويض هذه العقول المغيبة منذ القرون؟ أرجو أن تسأل ضيوفك عن هذا الموضوع أنا بدي أبدأ معك عمران للسؤال هذا لو سمحت إذا أسمعت السؤال أنا أسمعته بس بالبداية أريد رجب على الأخ محمد إذا في وقت الأخ محمد كان عم يقول أنه الإسلام ما كان بده دولة لا الإسلام أكيد كان بده دولة وأحاديث واضحة والقرآن واضح وخلافة لو على أسل تعمل ميوت شوي دغيتين حبيبي سل دولة الخلافة الإسلامية كانت واضحة بأحاديث محمد وكانت واضحة بكل شيء لما بيقول لك أنه الإلحاد بده قضية الإلحاد عنده قضية نحن ما نطلع من سبع الدين أنا ماني عم سبك إنت أو عم سب دينك يا محمد أنا ماني عم هاجمك كشخص عم هاجم فكرك اللي عم يحب ع قتلي لأني أنا ماني منه وأنا عم أنا طالع ضد شيء عم يحب ع قتلي لأني أنا طلعت منه أنا أعتبر أنت هلأ أريدك تطبق إسلامك أنا بتقطع لي راسي وبتعلقه على شباب شباب ديني إسلامية بزوث ممكن أنا ما تضحك محمد عم حكيك جد إذا بدك تطبق الإسلام حاليا محمد إذا بدك تقرأ تاريخ دينك بتجرد بدون ما يكون عندك قدسية لأي شيء بتلاحظ أنه أبو بكر البغدادي هو نسخة كوبي بيست عن محمد عليه الصلاة والسلام من الملكون إذا بدك بس بتعيد سؤالك جان اللي اسألتني يا مشوان أعلم السال في صوت عم بطلع يا شباب ياريت يكون عندك الموت أعلم أعلم سال موت بس في أصدقاء عند عمران عم بيحكوا أيوة سوري سوري على كل إن السؤال كان أم دا يا واحدة السؤال عم بيقول إنه إنه أسلوب الصدمة لم يعد يجدي نفعا مع المؤمنين وعلينا أن نجد طرق أخرى حتى نقوم بترويض هذه العقول المغيبة منذ قرون أرجو أن تسأل أصدقائك تفضل أنا بالنسبة إلي أسلوب الصدمة من الأساس ماني كتير مقتنع فيه من بداية ما كنت أطلع أنا بالنسبة إلي بحاول إلعب على وقت الإنسانية اللي عند المسلمين المغيبين اللي ماشيين بالفطرة لأنه ولده مسلمين الإنسانية هي فوق كل شي لما محمد بيحكي بإنسانيته حاليا مستحيل يجي يططع لي رأسي بس لما بده يمشي بدينه يططع لي رأسي يعني كل تأكيد طيب خلينا نسأل رانيا رانيا شو رأيك ب لم يعد ينفع نعم أسلوب الصدمة ينفع مع أشخاص معينة فقط لا ينفع مع جميع الناس ينفع أسلوب صدمة مثلا مع الناس اللي هي من الأول فيها تبوفها شتفة يعني هي ماشي لابد شيء مثلا مئة بالمئة أقول هذا تعم في أسري بوخة كثيرة وكل أسلوب موجه الفئة معينة من الناس مثلا فئة التي تشك كانت فئة الناس اللي يعني مسكينة مثلا لأمية يعني فيه فئة من الناس كثيرة وكل فئة عندها أسلوب معينة تقدر يعني تصدموا بها أو تحاول تحرك فيها هيك شيء داخلها لكن هو لأن ما عايشين في هذه المجتمعات وهذه المجتمعات لا تسمح بأي شيء مجتمعات مغلقة من كل النواحي ويخافوا حتى أنهم يشكوا أو يفكوا بأي شيء يعني يعني يحاول يقولوا يعلاجه ومحمد هذا علاش مكتوب في كتاب وهذا الشيء وعلاش هو عمل هيك وهيك وهيك يعني وعلاش قتل الناس وعلاش تزوج وعلاش ده الأفعال السيئة كل يعني حتى لو هو مؤمن ومانش عرفه وحيقطع وهم الإيمان يعني يصلي ويقوم الليل لو بعض بهذا الشك يعني مستحيل يحاول يعني يحرك فيه شيء من الأول هيك بسرعة هو لازم يفكر عميقا ولازم يفتح فقط كتابه هذك طبعا محبقة نوجه ترجيع فقط لتعقيبه على أنه لازم بحث ومانش عرفها هو في أحاديث صحيحة وهم صحيحين البخاري المسلم هذو معترف بهم من كل الجهات الإسلامية ويدرسوا في أي مدرسة وفي أي واحدة يقرأ الشريعة الإسلامية في الأظهر يعني الجهات الإسلامية كل معترفة بها فهمني صحيحة البخاري المسلم أقرأ هذو فقط لا تقعد أخرين يتقول عنهم يمكن يكونوا نقصين أو ضعيفين صحيحة البخاري المسلم فقط هذو ولينا سحب تقرعها وقرأ الكوارث مش مكتوب شكراً لك رانيا شكراً جانو لك نفس السؤال فضلاً قبل ما أنه أجاب على الصدمة بدي أقول لأخي محمد أنه من نبي محمد نبي المسلمين لحت آخر الخلفاء وهو الخالفة الداعشي شو بيسوه؟ ألا يبنون دولة إسلامية لشريعتها أو قوانينها تستمت من الشريعة الإسلامية؟ هذا خليها جنب بالنسبة للصدمة بالنسبة إلي كشخص لازم كل واحد فينا أنه يسأل أسئلة داخل البيت وجمع أصدقاء وأسئلة تحرك في المستمع أنه لم يفكر يعني أسئلة ليش؟ يعني لماذا؟ كيف؟ صار هالشي؟ ليش أسباب نزول الآيات؟ يعني شو هو الأسباب؟ بس مشان تخلي المسلم اللي بيصلي وبيقول أشياء يفكر مرة تانية مثلاً أربع عشرين ساعة بيقرؤون سورة الفاتحة ما بيعرفون شو عم بيقولوا يعني ما بيعرف يعني إذا هلا هلا تقرأ سورة الفاتحة راح أسألك أخي الجان هذا السورة مين اللي كاتب؟ الله ولا محمد؟ شو راح تقول لي؟ راح تقول لي أنه الله وإلا إذا صار كلام محمد يعني هذا صار دين أرضي يعني ما بقى دين سماوي وإذا بتقول أنه هذا كلام الله كيف الله بيبدح نفسه؟ كيف بيعبت نفسه؟ وأنا عمت عليهم وصرات الذين أنا عمت عليهم غير المغضوب؟ يعني كيف؟ كيف على إله يرضى نفسه بأن يسبب شخص؟ مثل أقول لها يومياً كنا نقراها بالجوامع على سبيل المساعدة؟ هنا أشياء مثلاً وبنفس سورة الفاتحة بيحكي عن المسيحين واليهود يعني بنفس السورة يعني كيف تقبل على نفسك؟ يعني أو لما مثل ما أخي عمران سورة أبي لهب مثلاً سورة الرحمن الرحمن علم القرآن ونزل القرآن الله البيان كيف علمه بعد ما خلق الإنسان؟ يعني لسه ما خلق الإنسان وعلم القرآن المنعلم أنت ما بتعرف يعني في أشياء كثيرة يعني لازم كل واحد حوالي يعني في مسلمين أنا كنت في عائلة مسلمة الآن ما بقى يعني ما رح تلاقي حدا في العائلة بتاعتي أنه يقول هذا الشي صحيح مش فقط الإسلام كل الأديان بالنسبة لكل الأديان في حدا كان بيكتب في تشات كان تحكت عليه أنه أنا وأنت وجمعنا مسيحيين وجايين لنا هاجم المسلمين يعني عن جد تحكت لما قرأت هاله بالنسبة إلي الاثنان وجهان لعملة واحدة ما بتفرق معي يعني يعني نفس الشي إذا هيك بس الاسم مختلف طبعا بدي أحيح حبيبي وأخوي سالم و I made something for you I wish that you like it والمايك لك حبيبي جان شكرا شكرا جانو على كلنا خلينا نروح من نفس السؤال للأخسال أخسال الصدمة ما عادة تنفع وعلينا نشوف أساليب أخرى لحتى ليقناع المؤمن المغيب فضل شكرا لك أولا المؤمن المغيب نحكي مغيب مغيب المخرى خلاص كان يتكلمون الأخوان وشكرا حبيبي جانو أنا أحبك التجويد فكر بالتجويد لماذا يقرؤون القرآن بهذه الطريقة تضليل المؤمن إنه زي المديتيشن التأمل لأنه لما يقراها خاصة بالعربي اللي يفهم عربي تقرأ ومن إنكحوا يزوج هذا وينكح ذاك ويجيب الغلمان شو هذا القرآن سواء سواء لو هذا التجويد مشان يضيعوها عليكم أولا أما المغيب نحكيه وهذا الطريقة نظل نستمر فيها ونسخر من هذا الكتاب وقبل شوي يعني بدايتي يعني أعتقد في منتصب الحديث لا أعرف ما نقالي ممكن الأخ الأخ محمد احترام مشاعر المسلمين والسؤال لي طبعا في المنجنيق دغري باك على المسلمين أمتى المسلمين احترموا مشاعر الآخرين؟ من أمتى؟ يضحكون على الطقوس وعبادات الآخرين؟ يضحكون على عاداتهم وتقاليدهم؟ يستقبلون في بيوتهم وببلدانهم الغربية الكافرة ويغدرونهم؟ آخر من يتكلم عن احترام المشاعر هو المسلم إن فاكت المسلم لا يحق له التحدث باحترام المشاعر زعيق وزعيق وجعير المآذن هذا المقرفة يعني الحمد لأمريكا اللي خلصتنا هذا الغرف اليومي كان في الشرق الأوسط لا أعرف كيف عايشين سامعين هذا الشيخ يجعر فيهم يوميا من أربعة الصمح النهار كله والمآذن جامع 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 والتغييب يعني جانحنا حكينا فيها يعني نفس مع أولادي من أول مرة ورجيتهم من القرآن وضحكوا عليه لكن سيريسلي ما هذا كلام الله صاروا يضحكوا عليه المنهجية عفوا المنهجية في تغييب المخ من البيبي يعني هو صغير ويقولوا له الله ربك ومحمد نبيك كما الشيعة يضيفون كمان اطماء الشخص فوق الطاقة تغييب مستمر وللأسف حكوماتنا اللي معظمها سموها علمانية للأسف هي كل ديكتاتوري احنا من خلصاني من أداء تحالفوا في تغييب وتجهيل واستغباء هذه الشعوب هذه المداخلتي الآن شكرا للك حبيب شكرا لك سهل شكرا لك طبعا أنا بالرد له السؤال هذا أصدقائي إنه السلوب الصدمة ما عاد ينفع هو السلوب الصدمة طبعا مثل ما قالت له ترامية كل إنسان عنده السلوب تتعامل معه السلوب الصدمة مطلوب السلوب المراوغة مطلوب السلوب التعقل مطلوب كل الأساليب مطلوبة يعني يعني الإنسان الداعشي مثلا اللي مستعدي فجر حاله حالية ممكن تراغه يعني حتى تصل معه لنتيجة تصل لعقله كيف تدخل عقله خليه فكر فيه أساليب فيه ناس ما بتجي إلا بالصدمة يعني وأنا بيرأي بيرأي المتواضع إنه أغلب الناس ما بتجي إلا بالصدمة لأنه الفكر الديني هذا موجود بالدماغ قيف اللي الدماغ معامله يعني كتلة حجب ومستحيل تدخل فيه رصاصة يعني فالصدمة هي اللي بتوعي هي اللي بتخلي المياه الراكدة تتحرك يعني هذا أنا ردي على السؤالة دي يعني كل إنسان له والأغلبية هم أهل الصدمة يعني أطابع أنا يعني صارنا ساعتين بالحلقة هاي وأظن يعني كفاية بقى على أصدقائنا ما نطول عليهم محمد أنا بدي أبدأ معك ممكن طبعا ترد عن موقفك وكلمة أخيرة تحبطولها فضل بتشكرا كتير أخي أنا طبعا أظن أنه الأخت رانية تحدثت عن البخاري ومسلم صحيح البخاري وصحيح المسلم طبعا هناك كتب أحاديث كثيرة مستدرك والأصحاب السنن ولكن المسألة أنه نحن لا نزال محكمين في يعني لم يكن هناك تجديد للدين تجديد حقيقي وهذا ما نعاني منه وهذه وجهة نظري يعني أننا لا نزال محكمون ب يعني غالبية المفكرون الإسلاميون لأن يتجهون إلى أنه نحن لسنا ملزمين الله لم يلزمنا بأشياء ألزم بها ناس قبل القرون يعني هناك أشياء ألزم بها ناس قبل القرون نحن لن نعود ملزمين بها أيضا أنه يجب إعادة تصحيح المفاهيم لذلك مثلا أنه كل من قام بأفكار تجديدية أو قدم أشياء جديدة يعني وفكر جديد أو تجديد للدين تم تكفيره وتم رميه بالزندقة ومنهم القتل يعني وخاصة مفكرون كثرة مثلا من ماصر حامد أبو زيد تم تطليقه من زوجته يعني على الأسر واليوم طبعا نرى مثلا سيد القمي يعني في مرة اعتدى علي أشخاص في الاستوديو يعني شيء غريب جدا لكن أظل أولا لكي لا يتم تكفيري الآن وهدر دمي طبعا من بعض الذين يتابعوني أنا طبعا أنا مسلم أو الكلام ليس أنا مسلم وأدين بالإسلام طبعا لدي فكر وحاول أن أصل إلى أشياء جديدة صدقني أنت بحديثك ودخولك معما أنت مكفر أراد يعني طبعا حكيت طبعا يعني رأيت بعض المساجات في الشات يعني فيها أشياء غريبة جدا المهم أنه مسألة أنه الصدمة طبعا كنت تتحدث قبل قليل عن الصدمة لم تعد تجدي معلمين هي يعني أنا أرى من خلال معرفتي بالإلحاد والملحدين أنتم طبعا أول أشخاص ملحدين أو بلاديونيون أتحدث معهم ولكن من خلال معرفتي أنه هناك أشخاص ألحدوا لأسباب معرفية ومنطقية وأليفة هناك أناس ألحدوا لأنهم يعني اتخنوا كما يقال الأخوة الأخوان في مصر اتخنوا من الدين والصلاة وكلام هذا هناك ناس يعني تركوا الإسلام أو ذهبوا يتوجهوا إلى الحاد بسبب المجتمعات التي يعيشون فيها وطبعا غالبيةها لا من المملكة العربية السعودية بسبب التعتيم الذي يحصل هناك أود أن أضيف كلمة أخيرة يعني أرى أنه المشكلة أنه لا يجب أن يكون هدف حوار أي ملحد معموم أنه أنت في الأخير تصبح مؤمن أو المؤمن يصبح مسلم ويصبح ملحد لا أظن أنه يجب أن يكون هذا هدف الحوار بل هدف الحوار هو تقاسم الأفكار والوصول ومحاولة إنتاج فكر جديد يدفع أمتنا وأمتنا العربية إلى الأمام لنحاول أن نتخلص من أفكار يعني نعيش فيها ومرة أخرى أشكركم على متاحة للفرصة وأنا سعيد جداً في حواري معكم أتمنى أن تتكرر وشكراً جزيلاً بكل تأكيد أخي محمد بكل تأكيد وأنا وأحييك وأحيي شجعتك أنك دخلت معنا ويعني هي غريبة المسلمين عموماً ما بيدخلوا بس بيدخلوا على الشاتي على الشاتي وبصروا الشتائم يعني الأغلبية الساحقة أنا لا أقول عن الكل الأغلبية الساحقة لا يعرفون غير الشتائم يعني قبل ما أدخل على الحلقة كان واحد كاتب لي أنتم خنازير شكراً يعني بقى هالكلمتين أنتم خنازير ومشي يعني طيب حكيلي ليش نحن خنازير يعني على أي أساس وأنت شو يعني زي نحن خنازير أنت شو يعني على كلن على كلن بشأنه هو حسن فضل طبعاً الشتم هذا يعني أظن أنه إذا كان أو هذا ما أؤمن به يعني أنه المسلم لا يمكن أن يكون بذير اللسان يعني خنازير ما خنازيرش هذا يعني لا لا أخي لا 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 أرجوك أرجوك هذا ما أؤمن به يعني محمد محمد هذا ما أؤمن به حبيبي إذا المسلم يجب أن لا يكون بذير اللسان القرآن بذات ذات نفسه يشتم يعني نحن القدوة الحسنة للمسلم هو نبي الإسلام وروح على سيرته على حديث السنة أنت بتآمن فيها وروح حتى على القرآن إنما المشركون نجس كالحميري إن ركبته وينهق وإن شلفته ينهق يعني هنا هذا الموضع ليس موضع شتيمة إنه موضع ألاغي شتائم حبيبي هاي شتائم أنا لما عم تقولي النجس النجس شو شتيم النجس لما عم تقولي كل حمار ينهق شتيمة ثبت يد أبري لهب شتيمة كل هدول شتائم يعني أرجوك أريد فقط لكن أظن أنه تحتاج لمراجعة في البلاغة لكي تعرف أن هذه ليست طيب شو رأيك عن المناظرة بالشتائم ونجيب لك واحد بليغ وقرآني والشيخ شريعة كان مثلاً وتتناظر معه أنت بمسألة البلاغة والشتائم يعني أنا عم أقولك من شوي أنه أنا يعني لازل على قدري أبحث تقولي مناظرة وبناظر ميني طيب يا أخي يا أخي نحن القرآن صارح وواضح يعني لما بقول إنما المشركون نجس الكلمة النجس يعني هلا إذا أنا جيت قلتلك يا محمد أنت نجس يعني أشتمك معناتها؟ بدي بلاغة؟ لكن شوف المسألة إنما المشركون نجس فما يأتي بعد ذلك أنه لا يقربوا لا يدخلوا الأماكن وطارة اللي هي الكعبة وال... يا سلام يا سلام ما عليك؟ المفحم اللي رديت يعني لا 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 اسمعني شوي لذا من صياغ الآية نكتشف أنه ليس ربما شو رأيك أقول مثلا إنما المسلمون نجس لا يجب أن يدخلوا لندن؟ هاي ميشة تيمة إلهم؟ بأي معنى تقصد أنت النجسة هنا يعني؟ النجسة يا حبيب يعني نحن مثلا المسلمين راحتنا وحشة يعني كلمة النجس ما بدا فصاحة وما بدا مراوغة كلمة نجس نجس يعني شي نجس النجسة معروفة الحمار الحمار من يوم يوم من العرب يشتبوا بالحمار ولحد هالساعة هاي زردك تشتبوا أحد تقولوا يا حمار يعني نحنا جايين لا شوف يعني مثلا المفكر الإسلامي المعروف علي شريعتي عنده خطبة أو كتاب مشهور اسمه النباهة والاستحمار هو هنا وضع الاستحمار كعكس للنجاسة للنباهة بشان نختم الحلقة لأنه صار أكتر من ساعتين وبصور وبصراحة ومن طول الحلقات خليلنا نبدأ معك عمران كلمة أخيرة بتقولها؟ هلا آخر كلمة بدي يقولها أول شي لأخ محمد نبيك محمد لما عم يقول بقرآنه إنما المسلمون المشركون نجاس وجاعنا للأخ اللي حكاك من شوي عم يقلك أن أنتو خنازير أول مشكلة ما هذا كائن حيا ونحنا كائنات حيا أنا ما عندي مشكلة بالنسبة إلي بالنسبة إلي هو بشوف الخنزير نجاس أنا بالنسبة إلي ما عندي مشكلة وبتمنى لو قللي فيني كنت نباتي منشان بتنطلها الحيوانات مقدرة شغلة ثانية بتمنى كل مسلم موجوده عن يسمعنا أو كل مسلم حتى ممكن توصلوا هاي الفكرة تجرد من خدسية دينك وحاول شوف نبيك محمد شو سوا بحياته قديش قتل ناس قديش أجرم راح تشوف أنه مفرق شي عن أبو بكر البغدادي وأبو محمد الفاتح الجولاني وإلى آخره من هالزبالات هاي راح تشوف إذا أنت قدرت تطلع من هالدين لما بتشوف هالتصرفات غير إنسانية فأنت إنسان إذا ضليت فللأسف أنت شخص غير إنساني أنت شخص مجرم داخلياً ممكن بأي لحظة تعمل مثل ما عمت نبيك شكراً 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 لك أخي عمران سال أتوجه لك كلمة أخيرة بتحبط أولها في الحلقة تفضل شكراً لك جان أولاً شكراً للإخوان صراحة أنا مبسوطة وتشارشة مليانة بالكفار والزنان تبقى هذا شيء يساعدني جداً صراحة أما الأخي محمد بلاش تكون محامي دفاع لله ومحمد كنا نتكلم العربية ونعرف شو نجز ونعرف المسبات والخنزير والحمار بالمناسبة الحمار يعني حيوان كريم يعطي اسمه لكثير من الناس المسلمين معروف تماماً المسلمين من أشد الناس بقذف الشتائم القذرة وهذه الأمور نعرفها كلنا لكن أنا هنيك صراحة أنك دخلت معانا اليوم وهذه خطوة أولى أدعوك إلى أن أفتح مخك أكثر ولاش تكون محامي أرجع أقرأ القرآن اليوم بدون قدسية وسترى العجاب وشكراً لكم كل الشباب الموجودين ومحمد أهنيك على الخطوة الأولى تحياتي لكم جميعاً شكراً سال شكراً حبيبنا سال وأنا أقدر أنك تقود العربية وكنت معنا يعني تقود السيارة وأنت معنا وشكراً وحييك وحييك ننتظر منك المزيد في حلقاتك الجميلة طيب جانو أنا رح أخذ منك كلمة أخيرة كمان تفضل حبيبي طبعاً مثل ما قال أخي وحبيبي أخي سال بحيي أخ أحمد وبتمنى أن يشارك معنا نفس الشيء أقرأ بدون قدسية يعني كل ما كنت تقرأ أي شيء بقدسية ما رح تستفيد أي شيء يعني ما رح ت توصل للنتيجة النتيجة الحتمية أنه هذا شيء حقيقة نسبية مثل قبل شوية قلنا أهم شيء أنه تحط إحساسك وعواطفك بجلبك أمسك كتاب وقرأ وبحبكم وبتمنى لكم كل الموفاقية أو على انتظار حلقات جاية من كل تأكيد في حلقات جاية وجاية حلقات أكثر من اللي مضت كتير يعني رانيا معك كلمة أخيرة تحبي تقولي أتفضل رانيا معك كلمة أخيرة أنا أحب موجهة تهية جامعة أصدقائي ونحب نشكرهم ومرحباً صديقنا الجديد محمد مرحبا بك حتى لو كنت نازل بتعتبر نفسك مسلم هذا نحن غير نحن غير نحن لسنا عنصريين كل شخص عنده حرية ما هو عايز حتى يؤمن بجدد الحنفية أو يؤمن بأي إله هو يحب هذه حرية الشخصية وكانت حوار جميل جداً ونتمنى إن شاء الله نشت إن شاء الله لكن أطلب إن شاء الله أن الجميع يشاهدون حلقة الخميس حتكون حلقة نارية أتمنى هذا الشيء شكراً لكم بكل تأكيد بكل تأكيد حلقة الخميس راح تكون نسائية رجالية مختلط يعني مثل عراس الملحدين المختلطة فبتمنى متبنى من الأصدقاء يكونوا معنا طبعاً أنا بحب أقول كلمة أخيرة أخي محمد أهلا وسهلا فيك بين الأسود وصدقني نحن لما طلعنا وحكينا بنعرف الموت قدامنا وما هو بالسهل إنسان يواجه الموت بشان أفكاره ويعني نحن منا ضد الدين لأنه رافضين الدين أو في مثلاً الدين يعني في إلوه متطلبات ولا أشياء من هالقبيلة لا كل الملحدين اللي ألحدوا ألحدوا عن قناعة أنه هالدين أو كل الأديان هي خرافة ليس إلا كان الإنسان محتاجة في السابق بعصور لم يكن عنده وسائل أجوبة يطرح عن الأسئلة اللي انطرحت عليه هداك الوقت مثل مين نحن أنه كل هالأسئلة الغيبية هي يعني المطر كيف بنزل الرعب كيف بشتغل فكان من الضروري بهذاك الوقت أنه تنخلق شيء غيبي يكون فيه شيء غيبي يعتمد على الغيبيات حتى يفسر الحياة يفسر مظاهر الطبيعة يفسر كل هالأشياء هي فالدين كان شيء حتمي وأنا بدعوك للتفكير وبدعوك لتشغيل العقل وطبعاً عم جوجل مليء بكل المعلومات اللي بتطلبها وأكيد رح تشوف طريقك قريباً لأنه نحن لما عم نطرح نطرح أفكارنا ونقول يا ناس فكروا مو بشأن شيء لأنه قاعدين ما عمنا شغلة ولا عملة بس بنا نغير أفكار الناس لا نحن بنا نغير أفكار الناس حتى تتوقف هالحروب هاي وهذا هدفنا ورح نوقف الحروب ونحن أهل التغيير بس شكركم كتير أصدقائي كل ما نشارك معنا بالحلقة بس شكركم أصدقائي اللي متابعين ولي رح يتابعونا كمان بحلقات أخرى شكراً لكم وأشوفكم غداً طبعاً مع محمد من الألف إلى الياء الساعة خامسة بتوقيت لندن مع أب الحكم بن كثير أشكركم أصدقائي وإلى اللقاء في حلقة القادمة